بايو سايكو سوشيال سبريتشو. صح كده? والعلاج بتاع المرض النفسي وبرضو بايو سايكو سوشيال سبريتشو. يعني فيه علاج عضوي بايولوجيكال. وده بيقولت الرياضة والاكل والنوم والادوية. ده العلاج البيولوجيكال. وفيه علاج سايكولوجيكال اللي هو الكوغنيتف بيهيبيرو ثيرابي او الديليكتكال بيهيبيرو ثيرابي او ان انت على قلة تكتب مشاعرك في ورقة. اه وتشاركها مع اللي حواليك او تشاركها مع بتاعك او مع ابونا او مع صحابك. اه علاج برضو الاجتماعي السوشيال اللي هو لازم يبقى ليك علاقات صحية ناس انت واثق فيهم وبتشارك بيهم معاهم مشاكلك وهو ومش حاسس ان هم هيعمل لك ولا هيقول لك ايه ده. فيه علاقات صحية انت موجود فيها. وفيه علاج روحي برضو. العلاج الروحي بقى ان انت هتصلي هتقرف في انجيل ان انت هت 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 تحضر قدسات تحضر اجتماعات. المهم تلاقي طرق بها ان انت تقوي الحياة الروحية بتاعتك. حلو. اه لما اجي انا عليك بقى اي مرض نفسي باي بولر ديبريشان ايا كان. احنا لازم نشتغل على الاربعة دول. فما تجيش انت تقولي ابطل العلاج ولا صلي ولا روح لابونا يصليلي. الاتنين. اوكي? انت بس عاوز حد يبقى معاك دكتور يساعدك ان اني علاج المناسب. اه ولازم يبقى معاك حد يساعدك روحيا برضو. وان احنا نصلي الحد دي حتى مسبوطة بدراسات. ان دراسات علمية مش كلامة بيننا وخلاص ان لا ان الناس اللي بتخفى اسرع هي الناس اللي بيتصليلها. هتقولي او انا فاهم ان لما واحد يصلي اكيد في دراسات مبينة انا قلتلكم انا فاتت في دراسات مبينة ان الاكتئاب والقلق والادمان حتى الناس اللي عندهم ناحية روحية الامراض دي بتقل عندهم. الامراض دي حتى لو حصلت عندهم مدتها بتقل. والاعراض بتاع الاعراض بتقل. عدد المرات اللي بيخشوا بيتحجزوا في المستشفى بيقل. المدة اللي بيتحجز فيها في المستشفى بتبقى قلب الناس اللي مش بتشغل على الناحية الروحية. برضو في دراسة كان حتى على المننجايتس. مننجايتس ده اللي هو التهاب السحائي. آآ مرض عضوي. لقوا الناس اللي يتسللهم وعندهم المرض ده بيخفوا اسرع من الناس اللي مش هتسللهم. فاحنا آآ يعني هل انا اخد دوا قولت ماشي بايولوجيكال. هل انا آآ اصلي طبعا كويس. هل حد يصليلي طبعا كويس. آآ فما ناخدش يعني بتبقاش بلاك اند وايت. رسيب دي واروح هنا او اروح هنا وامسك في دي. في حد برضو سأل. كزا واحد سألني آآ عندي اكتئاب عندي آآ اخد الدواء. انت شايفوا اللي اخد الدواء الادوية دي مضرة فيها ادمان. مش مضرة. التاني العلاج جزء منه ممكن يبقى محتاج دواء. آآ وانت محتاج دكتور يحدد هل انا الكونسلينج هيبقى كفاية والنحية الروحية والرياضة والاكل والفيتامينات والحاجات دي كفاية ولا انا محتاج دواء. انت محتاج حد يساعدك دكتور يساعدك في القرار ده. آآ في حد دان يسألني على حاجة اسمها برين فاق. برين فاق دي راح لدكتور نفسي وقال له ده مفيش اكتئاب ولا حاجة. آآ راح لدكتور بتاع نيرولوجي مخ واعصاب قال له لأ مفيش مخك تماما ومفيش اي حاجة. بس في يعني العرض ده مدايق ومش قادر يعرف هو ايه السبب بزبط. بس ما تبقى في الطب كده ما يبقى فيه عرض احنا مش آآ عارفين له سبب. الدكاترة اللي ممكن ترحلوهم هو الدكتور بيبقى سموهم دكتور او دكتور. هو الدكتور اللي بيبقى بيبص يعني هوليستيك يعني ايه هوليستيك يبص على الصورة كلها. شوف هل في فيتامينات هنا متلغبطة. هل الهرمونات دي عاوزة تتعدل شوية. هل نجرب نوع من انواع الرياضة. هل نجرب مثلا كيتو دايت لانه لقينا بيحسن المنتل هل نجرب. يعني فيه داكاترة يبص لان فيه ناس بعد قد قلت لي بحدش بيه. احنا كلهم كده. بص في داكاترة بيبص على نازرة هوليستيك على الموضوع. ازا ما لقيتش بص هيبقى الدكاترة دي بيبقى ساعات لهم اسم تاني اسمهم دكتور او دي لو انت حالة مستعصية والناس اللي في التخصصات المعروفة المشهورة اللي هي روحت لهم ومش قادرين يوصل لك لحل. جرب الدكاترة دي بيبقى هم ليهم طريقة مختلفة شوية على اللي بيستخدمهم الدكاترة العادية. يعني دي الاسئلة اللي جات لي وقلت ان انا اشاركها معاكم. قدم دكتور نادر. سلام يا ابونا. شرفتنا. الله يخليك يا ابونا. شفت انت وصلت قابلينا ازاي? اه. انت جاي من كندا يعني. لاب نسميت عندكم مظاهرات وحاجات بقى وكده. ربنا ازترق. طريقة زحنا. تعبينك اوي نادر سدانك اترخيرك حبيب. ده انا تحت امرك يا ابونا. فينك يا ابونا. انا مش سنينك يا ابونا. فينك? بسا الاجتماع يا دوبك عفلين ودخلين. انا دخلتين يقولهم فينين سو تخد وراء دي الوقت. يا دوبك. احنا صلينا طيب يا ابونا. اه حبيبي. نحب ونبدأ اشارك السلايدز. دي جيب بطن الله. انا تميوت. اه. 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 احنا ابتدت. اتكلمنا المرة اللي فاتت. اه. اعنا ازاي تتواجه القلق. او الخوف. اه. بصوا لو انت اي حد عاوز يوقفني في اي وقت ويسأل اي سؤال ما تكسفشي واسألني. حتى لو بص انا في قعدة بعملها. لو ما قلتش اللي انا جاي اقوله مش مهم. اه. ساعات ربنا بيبقى مرتب ان ناس عندها سؤال. انا اجاوبه يكون اغلب اللي قاعدين بيبقى عاوزين يسمعوا الاجابة دي. وتبقى اهم من الموضوع اللي انا جاي اقول. اه. طيب احنا انا الخص بسرعة عال المرة اللي فاتت اه. الدني ثانية واحد. انت هنا نادره لو رحت فين بيجهز لسفرية اونا بيقول اوكي المرة اللي فاتت تكلمنا عن النقط دي اللي هي بص ان القلق عشان نقلله لازم انت تعرف ان السبب الاساسي زي ما فرويد قال ان السبب الاساسي للقلق هو القلق او الخوف من الموت وانا قلتلكو لو الخوف من الموت ده عالي اوي عن درجة معينة ممكن يؤدي الى موت فياريت انت احنا ما عندناش موت احنا عندنا هو الموت ده انتقال تمام فبلاش نخاف منه اوي وانا قلتلكو ليه لان الخوف ده طاقة سلبية وممكن يؤثر على ان هو يقلل الملاعة يؤثر على الجهاز العصبي ممكن يؤثر كمان على الهرمونات بالهجس ما قلتلكو ممكن يقلل الكورتيزون وده كله من الحاجات اللي ممكن تؤدي للموت انت لو بوصت الجهاز العصبي بوصت الجهاز الهرمونات والكورتيزون ضاس انت والضغط عالي اقولتلكو المرة الفاتتو الضغط هيعلى السكر هيعلى دي كلها حاجات تسرع من الموت فانت الخوف الزيادة بلاش منه برضو انت فانا المرة الفاتت ان لو لو الواحد اتعلق جامد بحاجة الخوف هيزيد فلازم بقى في دستانس ما بينك وما بين الحاجات بزاة الحاجات المادية واحد اتعلق بالخوف بالفلوس كتير هيخاف انها تروح منه واحد اتعلق بالعربية بتاعته وعنده فانسي كار وخايف عليها لو حد عمله سكراتش عليها كده هيخاف برضو عن العربية جامد فانت التعلق الشديد بالحاجات بيعمل مشاكل هتقول لي لأ مانا عائلتي بقى واتعلق بعائلتي اوه ولادي هم دول اهم حاجة في حياتي برضو التعلق في العلاقات بيعمل مشاكل لانه هيتلاقي فيه حاجة اسمها بصيس بنفس وهتلاقي فيه حاجة اسمها كنترول هتلاقي نفسك ايه عشان انت متعلق قوي هتلاقي نفسك عمالة تتحكم فيهم فانت لما هو يكون السيد المسيح قال لنا ايه ابعد نفسك شوية وما تحبش الحاجات قوي وما تحبش يعني ما تحبش حاجة اكتر مني ما تحبش العيال ولا الفلوس ولا الاكل ولا 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 ولازم تسيب شوية يعني عشرة في المئة من فلوسك ياريت تديها للفقرة وعشرة في المئة من وقتك تديه للفقرة لما التعليم دي كلها هتقلل الخوف وهتحسن من صحتك العضوية والنفسية برضو النقطة الثالثة الخوف ده مش دايما حاجة وانا ادهلتكم المسال للمرة اللي فاتت الممكن انت واحدة يطلع لها لمب في البريست يعني في صدرها يطلع لها ورم تحس به وعادت سنتين مش خايفة تشوف الدكتور لانها خايفة ان الدكتور يقول لها ده سرطان وعادت سنتين بسبب الخوف والخوف ده من الحاجات اللي قدت للمشاكل بعد كده كبيرة لان السرطان كانت شهر في اماكن تانية برضو اتفقنا المرة اللي فاتت ان يعني ايه اللي هو هيخاف من العفريت هيطلع له فانت لو عندك افكار خوف كتير هتلاقي انت حياتك متحوطة بمواقف تخوف طب لو عندك افكار ومشاعر حب كتير هتلاقي حياتك متحوطة بمواقف تبين حب وتبين راحة وتبين سلام ولو غضب لو انت عندك مشاعر وافكار غضب هتلاقي حياتك متحوطة بمواقف تترجر ان الغضب ده يطلع فاحنا مش اخش الديتيلز بقى وعدت اكلمكم كل مرة في كوانتم فيزيكس وفي علم بيدرس كده بس انت على قد ما تقدر انت مشاعر الخوف والغضب والقلق والكر حاول تشيلها وعوضها بحاجة تانية اللي هي الحب ياريت الحب يكون الحب غير المشروع وانا قلتلكم الانتي دوت بتاع الفير هو اللوف فعلى قد ما تقدر الخوف نشيله ونعوضه بحب اكتر بدل ما نخايف اننا ندخن من الاعدة في البيت وكورونا فيروس موجود وعندي احساس بالزنب اننا باكل كتير بدل ما الموتيفيشن اننا اخش بضايت ولا لعب رياضة هو الخوف من الحاجات دي من التخن خليها لا انا حب لجسمك الحاجة اللي ربنا اديها لك وانت بتحبها فعاوزها تبقى احسن مثلا يعني دايما شير الخوف وعوضه بحب بدل ما خاف من ربنا قوي وخاف من نار قوي على قد ما اقدر اعوضها باننا احب ربنا واننا مش بعمل كده مش بعمل حاجة غلط لاننا بحب ربنا برضو في العلاقات انت بدل ما خوف عيالي قوي وارعبهم احبهم اكتر وحاول اغير سلوكهم بالخوف اه سوري بالحب وخلي الخوف ده يعني حاجة الاخيرة خالص بدل ما تبقى هيالحاجة الاولى انتفقنا برضو المرة اللي فاتت ان في حاجة اسمها ووري تري ووري تري دي جزء من العلاج في العلاج المعريف السلوكي ان انت قلتلك انت اي مشكلة في حاجتين اه هتقدر تحلها حلها عندك حل حلها يتحل دلوقتي يحلها دلوقتي بدل ما عملت كل يوم عملت افكر في المشكلة اللي عملها لك قلق دي طب لأ لأ ده حلها هياخد مرحلة طويلة خلاص نعمل خطة واقعية ان احنا نحل المشكلة عن طريق تطبيق الخطة اللي انا حطتها دي طب نفترض لأ المشكلة بقى ملهاش حل وبص ما هي مشكلة ملهاش حل اه 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 احنا قلتلكو اه ترقوات بقولهم للعينين if you have a problem try to solve the problem or try to avoid the problem if you can't solve it if you can't avoid it accept it يعني انت عندك مشكلة مش قادر تتجنبها ومش قادر تحلها اقبلها بس كده هتقول لي اما في مشاعر بقى بتبقى جوة صعب بقى وبتاع ما انت لازم تلمشاعر دي تتخلص منها وتعلمنا كم طريقة المرة فاتت ازاي نتخلص من المشاعر السلبية دي لو موجودة لان انا مش مش عاوزها تستنى اه وبعدين انت لو في مشكلة مش فاكرة انا قلتلكو الكلام ده لو في مشكلة ومشكلة كبيرة وملهاش حل عاوزك تبص على المشكلة برضو بتلات حاجات احنا قلنا لو في مشكلة نحاول نحلها نحاول نتجنبها ما عارفناش نحلها ولا تجنبها نقبلها طيب عشان تساعد ان انت تقبل مشكلة عاوزك تبص على اي مشكلة في الحياة اي مشكلة ايا كانت ان المشكلة دي تيتشر تيتشر يعني ايه معلم مدرس انت الحياة دي كلها فصل والمنهج بتاع يعني هي الحياة دي فصل كده تتعلم فيه دراسة يعني والمنهج هو الناس والاماكن والمواقف والاشخاص اللي حواليك انا اخد اي مشكلة انا عاوز اتعلم من اي من المشكلة دي هل اتعلم ان انا بقى صبور اكتر هل اتعلم ان انا بقى اخد بالي اكتر هل اتعلم ان انا بقى اهدى اكتر يعني بص على اي مشكلة انها معلم وحول اتدور على انها ايه الدرس اللي انا هتعلمه منها التاني حاجة ابص على المشكلة انها بروتكتور يعني ايه بتحميني بتحميني ايه دي مشكلة لأ مساعات احنا مشاكل ربنا يعرضنا المشكلة صغيرة عشان يمنعك من مشكلة اكبر فانت لازم تتبص على اي مشكلة انها جاية تحميك من ممكن من مشكلة اكبر وربنا سطر بالمشكلة الصغيرة عشان تحمي المشكلة كبيرة رقم تلاتة انها يعني مؤقتة دي حاجة اي حاجة في الحياة هي مؤقتة الحياة دي زي البخار كده ييجي ويروح اي حتى المشكلة هتيجي وتروح برضو فاحنا نبص لان المشكلة دي مشكلة مؤقتة وانا دايما نقول حاجة ان المشاكل دي يعني يعني is like a kidney stone حتى نقول لهم this too shall pass it might pass like a kidney stone but it will pass يعني ايه المشكلة دي هتعدي هتعدي زي حصوة في الكلاة بس هتعدي طيب وتعلمنا المرفات برضو رقم سبعة ان احنا في معتقدات كده ممكن تجيب الاء زي معتقدات كده ان انا فاشل وان انا مفيش حد بيحبني وان انا مفيش حل حتى لو الناس بدتدولي الحل لا هوا مفيش حل والمعتقدات دي كلها لو غيرناها هتقلل الاء وتعلمنا برضو ان فيه حاجات غير صحية بنستخدمها عشان نكوب مع السترس ومع الفير دي لازم تتخلص منها منهم الحاجات الادمانية مشهورة واحدة ما بيخاف تلاقيه قاعد على الفيديو جيم طول النهر والليل واحدة ما بيخاف قاعد على البورن طول النهر وعمال يتفرج على افلام جنسيات طول النهر والليل بيشرب سجاير تلاقي الحاجات فيه ناس لأ لما تخافت لها قفلت قفلت خالص ايزوليت ومش حاوز يكلم حد ومبيتكلمش وفيه ناس لما تخاف قاوي يخش في اكتئاب لان انا حتى اللي بيدرس الطب النفسي بيبقى عارف الخوف اغلب الاوقات ما بيكملش خوف تلاقيه الخوف ده المشاعر السلبية دي ده اما هتريجر سايكوز اللي هي الفصام والامراض دي لو انت عندك استعداد وراسط هتلاقيها قلبة باكتئاب هتلاقيها قلبة بوسواس كهري هتلاقي الخوف ده قلب بادمان يعني ها دايما عارفين ان الخوف كامش هيكمل الخوف هيدرب في حاجة فاحنا بنعمل المحاضرة دي عشان انت تتعلم تتخلص من الخوف انا عارف الفترة دي فترة خوف وفيه على حاجات كتيرة والخوف ده كمان بيولد ساعات غضب يعني انا عارف فيه فيه مشكلة البوليس ودرب ولد والودي مات والاسود والقصة والريسيزم والكلام اللي بيحصل عندكم القصة الموجودة دي انا بقول لك هو تحليل النفس الموضوع رد فعل الناس القوي ده اه طبعا دي حادثة غلط ولازم توقف ولازم متكررش وكلام ده كله بس الرد الفعل القوي ده نتيجة غضب موجود من المشكلة اللي قبلها وايه المشكلة الكورونا فيروس والبزنس ضع والاكونامي ضع والناس بيروح والدخل قل والمدارس قفلت مفيش حضانات مليون مشكلة عاملة خوف ومش الخوف ده مبيش بيكمل خوف بيعمل غضب بس انا مش عارف اطلعه الغضب ده مش عارف اطلعه ايه هتخانق معمراتي يعني ولا هتطلعه فاكتموا اكتموا لغاية ما لقينا حدثة حصلت بس كله يطلع بقى اوكي فالغضب اللي انت شايفه ده مش بسعر حدثة بس لا ده ترقومات اوكي ومش بس ترقومات بسبب كورونا فيروس ده بيبقى ترقومات كساعات من التربية ومشاكل وعتادات حصلت للناس من زمان ومش بس ترقومات حصلت من الناس أثناء لا ده حاجات برضو ترقومات وصلت للجينات بتاعتنا لان الازاء النفسي ده اما بيتكرر من جيل الى جيل الى جيل الى جيل بيعمل تغيير في الجينات فبقى الخوف والقلق والابتقاب والفصام والغضب بقت حاجة بتتنقل من جيل الى جيل عن طريق الجينات فاحنا تعقدتنا كده يعني عنا من ايه الوقت الدنيا ترقمت فوق بعض وبصت يحللك المشكلة دي كلها سهلة خالص الحب الحب مش الحب اللي هو الحب الرومانسي لا 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 بتكلم على حب تاني اللي هو الحب الغير مشروط قد ما نقدر نسامح ونحب حب غير مشروط هتلاقي ده بيحل مشاكل كبيرة طيب انتو بصوا انتو اللي حابب محاضرات زي دي بالطريقة دي عشان في ناس بسألني انا عاوز يعني الناحية الروحية مع الناحية النفسية انت لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي كل المحاضرات اللي بديها في كنيسة او بديها في العيادة وساعات اللي بديها في كلية برضو بمسجلها على اليوتيوب فانت لو دخلت وهتلاقي فيه سيكشن بالعربي وسيكشن بالانجلش فانت لو انت يعني ايه مرض نفسي يعني ايه ادمان والخطة العلاجية لازم تبشكلها عاملت ازاي انت لو دخلت على اليوتيوب وكتبت الاسم بتاعي ودخلت هتلاقي فيه بلاي لست بالاربي وفيه بالانجلش هتلاقي كل المحاضرات اللي ممكن تسمعها هتديك ومش لازم انت تسمع اللي هو بتاعت انا بس لأ كل ما تعلم نفسك وتصقف نفسك وتقرأ كتب معينة تزود معرفتك هتخليك حدية الاعراض النفسية هتقل وان انت تتمنج وتكوب مع المرض النفسي هتتحسن طبعا ده مش بي مش مفيش حتى يبقى عنده clinical depression ويقول لا ده نحقق بقى تفرج على شوية يوتيوب وان شاء الله المشكلة تحل لا دي دي نقطة من العلاج دايما العلاج biopsychosocial spiritual والpsychological ده في جزء منه علاج نفسي وعلاج بالقراية وعلاج بالسامع طيب نزود بصنا كده رجعت لكم النقطة اللي بتاع المرة فاتت هزود عليهم كم نقطة النهاردة ونشوف الاسئلة آآ من الحاجات اللي تقلل الخوف لازم نتعلم ازاي نتوليرات ونكوب مع الانسيرتينيتي انسيرتينيتي دي اللي هو آآ آآ اللي هو الشك وعدم المعرفة المستقبل وآآ مش عارف ما اناش عارف الدنيا هتمشي ازاي وده وقت اسمه وقت اللي احنا فيه ده وقت الانسيرتينيتي المشكلة اللي في بعض الناس جزء من شخصيتهم هو لازم اعرف انا ما يعني لازم ابقى عارف لدرجة ان هو بيليمت شغله وبيليمت حياته وعلاقاته لان هو محتاج يعرف الاول عشان انا اخد الرزق لازم تعلم ان بص مش كل حاجة هتتعرف آآ وانه فيه فيه ناس بيبقى عندها افكار كده بص انه لازم بيبقى عارف ولازم بيقى فيه اجابة لكل حاجة وزا ما فهمتش ما نفعش نعيش آآ الناس دي غالبا بتعاني من وسواس كهري ساعات وساعات بتعاني من جنرالايزد ان اكزايتي اللي هو القلق آآ لان هو بيقعد الافكار دي بتدور على طول طيب انت لازم نعدل الافكار دي نغيرها ان هو لازم بيقى عارف دي لازم تتغير آآ انت اصلا عشان انا بفاهمك برضو الموضوع انت لو عرفت نفترض ان انت بتعرف يعني وعارف كل حاجة زي ما قلتلكم المهار في الوقت انت بتوعارف بس خلال مصورة كده اللي هو تانيل فيجن تانيل فيجن ده يعني بتوعارف اتا حتة بس انت لو عارف عارف حاجة وخلاص الكون ده والعالم ده ده انت يا جدع فيه تحطها على الموبايل للوقتي في تحطها على الموبايل وفيه عيال عندي اقوى الراهاني كل دقتين بيكتشفوا مجرة جديدة بيشوفوها انت بتخلق احنا فين يعني انت احنا كتا والعالم عامل ازاي هل انت هتقدر تعرف كل حاجة وتتحكم في كل حاجة وكل الظاهر الطبيعية وكل الامراض وكل الحاجات دي تبقى عارفها وبيعارف ازاي تجنبها ده مش هيحصل احنا لازم نتعلم ان احنا فيه حاجات في حياتنا مش هنبقى عارفين لها اجابة طبعا ايه اللي انا المفروض هتعلمه النقطة الاولى هي acceptance يعني هي acceptance ان انا اقبل ان انا مش عارف ده 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 حتى في العلاج المعارفي الجدلي اللي هو دياليكتكال بهيفورال ثيرابي اه في حاجة اسمها radical acceptance ان انت لازم بص في في حياتك كلها في ال background يبقى لازم في قبول في قبول يعني ايه نجحنا نقبلها فشلنا نقبلها مش فشلنا بقى معناها ان انا خلاص هنقبلها وما دخلش ده مش معناها طيب نقبل في في ال background ان انا اقبل كل حاجة يعني هقبلها ازاي يعني المشاعر الكرهة للحاجة اقللها شوي مش لازم الحياة تتقسم حاجات احبها 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 وحاجات اكرهها 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 يعني بص ايه بيخليك في الخلفية كده اللي انا في المسيحة بنسميها يعني في صليب كل واحد يشير صليب والصليب ده نقبله هنقولها تاني حاول تتخلص من الصليب مفيش مشكلة كل واحد عنده مشكلة يحاول يتخلص منها حاول تحل الصليب ده بأي صورة من الصور او تحل المشكلة اللي طلع عليك دي ما قدرناش نقبل فنقبل بقى دلوقتي ان احنا مش كل حاجة لها اجابة وبعدين انت في علاج الادمان بقولها طول الوقت ايه صلاة السكينة دي دي صلاة ظهرت كده سنة 1940 في مجموعات علاج الادمان اللي هي سيرينتي بريير اللي هو بنقول ايه فيها بنقول بص ودي كل ما يعني كل اجتماع ادمان عندي في العادة او في اي حتى في العالم يعني بيصلوها طول الوقت بنقول كده يا رب الديني السكينة والسلام اننا نقبل الحاجات اللي ما قدرش اغيرها وديني الشجاعة والقوة ان نغير الحاجات اللي اقدر اغيرها وديني الحكمة اننا نعرف الفرق ما بين الاتنين تاني تاني يبقى احنا نصلي الصلاة دي طول الوقت يا رب اديني السكينة والسلام اننا نقبل الحاجات اللي مش قدر اغيرها وديني الشجاعة والقوة ان نقدر اغير الحاجات اللي اقدر اغيرها وديني الحكمة ان انا اعرف الفرق ما بينهم هيقوم واحد من اللي قاعدين يرد علي ويقول لي هعرف منين انا عملت اقول لي هعرف منين يعني انا بسقط في امتحان اتنين اجرب فيه تاني ولا شوف طريق تاني بقى بدل الامتحان والطريق ده ولا شوف حاجة تانية بص عشان كده احنا محتاجين بعض نسأل بعض وسهلات ربنا يكلمنا عن طريق بعض ومحتاجين ان احنا نسلم حياتنا بكل ما فيها ده ربنا وحياة التسليم ده خلالها هتلاقي نفسك انت كده زي ما يكون الطبيعة بتكلمك زي ما يكون الشجرة بتكلمك زي ما يكون العربية بتكلمك زي ما يكون الناس بتقول هتعملي الباب بيقولك هيعملي تلاقي باب بيتقفل وباب بيتفتح وساعة اتنين باب بيتقفلوا وقاعد كده البواب كلها مقفلة ما فيش حاجة وفجأة تلت بواب فتحك وبعدين تلاقي ما انتش عارف اختار الباب ده ولا ده ولا ده هتلاقي كده حد بيقولك بص خش اجري هنا أو واحد زقك على الباب ده تلاقي نفسك مشيت وهكذا وحندنا أمثلة كدسين كدير عاشوا الحياة دي وإحنا عارفين إن الناس ممكن توصل للحياة دي طيب برضو لازم القلق بسببها والخوف نشوف هل القلق ده البروز والكونز بتاعته يعني الغيوب والمميزات هل القلق ده حلو بص reasonable amount من القلق حلو كمية بقى كبيرة هيجيب لي أمراض وإحنا مش ناصين فلازم أنا أبعارف القلق ده هل هيجيب لي أمراض ويجيب لي مشاكل ولا أتخلص منه أحسن ولازم improving the moment يعني إيه طول الوقت حاول تكون present present يعني إيه يعني عارف أن أنت تبقى قعد مع عيالك كده وتلاقي نفسك دماغك رايحة هعمل إيه والشغلة هنروح في إيه أو تبقى قعد مع عيالك كده وتلاقي نفسك دماغك في الماضي ومحتاس وحاجة غلطة غلطت عليها وعملت أندم عليها وبتاع ما أنتش عايش اللحظة أنا عاوز بقى على قد ما تقدر على قد ما تقدر عيش اللحظة اللي أنا هنسميها لما بنقضي الولاد وقت مع الولاد نسميه quality time ولما نقضي مع مراتاتنا أو جوازنا نقضي برضو quality time اللي هو أنا أبقى present يعني عيني مركزة مع الشخص ويدني مركزة مشاعري مركزة مخي مركز معي لأن أنت الحاجة الوحيدة اللي أنت تملكها في الحقيقة إيه اللحظة دي إذا أنت عادت تقلق قوي على المستقبل المستقبل لسه مجايش وأنت يعني أنا متأكد فيه ناس خططت خطط كبيرة جدا وما حصلتش فضيعت أنت عمر عملت خطط في حاجات مش بقول ما نخططش بس برضو reasonable amount مش بقولن إن examen الماضي ونبص غلطاتنا في الماضي ونتعلم منها برضو reasonable دورت دايما على silver lining silver lining دي يعني يعني تعبير إنجليزي اللي هو الحاجة الحلوة في الحاجة الوحشة يعني وقت زي ده وحش آه عارفيني إنه وحش بس بقى هل مالوش مالوش مميزات لا في ناس تقول لك مميزات عادت مع أسرتي أكتر مميزات عرفت إن الحالة دي ملهاش أمان والواحد ما يتعلقش بحاجة مميزات إن الطبيعة تغيرت وإن التلوث لقوه قل وإن الخرم اللي في الأزون قل وإنش عارف إيه والغازات والحاجات دي في مميزات يمكن المميزات دي مش هتفيدك إنت بس تفيد أجيال جاية قدام هتتعب آه يمكن ده برضو يغير البيزنس كل البيزنس في كل العالم دلوقتي بيفكر إيه ده وأنا لازم نروح ممكن الناس تشتغلوا البيت أحسن ثم احنا كده بنوفر فلوس البنزين ثم احنا بنوفر بفلوس المكاتب يعني فيه دايما سلفر لاينينج للمشاكل حتى لو المشكلة طالعة زي ما قلتلك إن احنا ناخدها لأنها مدرس وندور إيه اللي منتعلمه من المدرس اللي هو المشكلة آه على قد ما نقدر بص نغط بق بص الأفكار السلبية دي نعوضها أو نريبليس بالأفكار الإيجابية دي زي let go and let god إن انت let go يعني خلاص بقى عديها والمشاعر السلبية دي مشيها وصيب ربنا يتصرف وقل لنفسك someday I may know يعني أنا يوم الأيام هعرف بقى يمكن ربنا فيه ناس بيبقى مش فاهم هو اللي بيمر بله هو بيمر فيه ده وكمان عشر سنين بيفهم أوكي وفيه ناس لا كمان عشرين سنة ويفهم وفيه ناس هيموت من غير ما يفهم مش مشكلة مش مشكلة نفهم أو ما نفهم شي مش مشكلة وإحنا عندنا إيمان إن كل حاجة تبقى حلوة يعني كل اللي انت محتاجه هيبقى حلو وعرف كل حاجة بتمر بيها مشاكل حواليك هي بس هدفها إن انت تنمو روحيا وتنمو نفسيا لغاية ما تعرف الحقيقة والحقيقة لإن انت أما يضغط عليك هتعرف الحقيقة والحقيقة دي بقى هتحرارك مش هتحطك في مصيبة تاني لأ انت هتضغط عليك هتضغط عليك فانت هتعد تسأل إيه المعنى إيه المعنى اللي أنا فيه ده إيه المعنى إيه المعنى إيه المعنى الغد في الآخر هتعرف إن الحقيقة والحقيقة دي هتفقك من قيود كتير طيب بيغطناها خلاص زي ما قالت فيلكو أي مشكلة تيتشر وبروتكتور وتمبراري ثنج بصة نتعلم برضو حاجة جديدة المرة دي آآ 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 أنا قلت لكم إن الساعات الخوف سببه آآ أفكار سلبية صح؟ آآ فعالشمال دي أفكار سلبية على يمين دي أفكار إيجابية في واحدة تقول لك أنا يعني أنا 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 بصة حاس أن أنا مش في أمان أنا مش في أمان لأ دي لازم نعوض أن نغير الكلمة دي بأنا I can't be safe لا أنا واحد تاني يقول لك بص I'm a failure يعني أنا فاشل أنا فاشل والناس كلها مرواة صغيرة بقول لي يا فاشل يا فاشل لا I can succeed بص كلنا بنفشل في حاجات وفي حاجات هننجح فيها لا I'm unlovable يعني ما فيش حد بيحبني بص العالم ده أنا أصلا مولود أصلا أني أنا كره ما تحبش لا لازم نغير دي I can't be like دي يعني أنا ممكن أتحب آه في نصة بذكراني بس أنا برضو ممكن أتحب ثم سهل الكلام اللي أنت بتقوله أغير الأفكار السلبية لأفكار إيجابية وكلام ده سهل بالتمرين أعمله إزاي لو أنا عاوز أعمله بص فيه تمرين بنعمله كل الدكات النافسية تبقى عارفاه اللي هو تترابيزة ده ده تمرين ده العيان يعني اللي أنا كدبه ده آه نايس عيانين حقيقيين هي واحدة شايفة إن أنا هي دي طبعا حالة أكستريم بس أنا هنبدلها بحالة تكون آه معقولة وتكون أنت can resonate with دي واحدة قالت لك I'm vulnerable هو أنا unsafe والعالم ده عالم خطير وعالم لا يمكن آه أنت تتصق فيه وما فيش حد تتصق فيه وباقي تبرانويد وباقي تبص إخناقات طول النهار والليل ومشاكل في الشغل ومشاكل في العلاقات وكده فتقعد معا كده أنت ستي تقول لك بص العالم ده خطير ليه العالم ده خطير تقول لك بص ابن خلتي sexually abused me يعني تدعلي جنسين وأنا صغيرة وأنا عندي ثمان سنين أوكي دي الترابيزة أوه شايف الرس بتاع التابل طاب الترابيزة من فوق يعني ده 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 الأساس ودي رجول الترابيزة أنا ابن خلتي اعتاد علي وأنا صغيرة أخويا كان بيدربني طول الوقت أمي كان جزهة أو شركة كان بيدربها طول الوقت قدامي وأنا بشي وأنا عندي عشر سنين كلب نط على وعضني وأنا عندي 14 سنة اختصبت شوف دي حالة ايه يا عم ده عطيتها طبعا لازم تشيجلها نظرة سلبية عن الدنيا كلها كلنا بنمر مش بنفس القوة المشاكل دي بس بنمر بالمشاكل تخلينا نبص على الناس وتبص على العالم وتبص على ربنا حتى وتبص على قرائبك بصورة سلبية بس احنا ممكن حتى دي نتعلم معاها ان ازاي تغير الفكرة السلبية دي بفكرة إجابية وثلاثة طب خلاص ما تيجي نكتب فوق كده I can be safe انت صح في فترات في حياتك كانت بايز خالص ومشاكل كبيرة هل أنا ممكن أغيرها ان أنا أبقى safe فتوقت تفكر كده بدين ساعات بقى ناس يقولك يعني مفيش حاجة عدلة في حياتي هقوله طب لو سألت لو أنت أنا وانت كده رحنا لمامتك وسألناها في حاجة عدلة في حياتك ولا لأ هتقول ايه تبدأ تفكر بقى فانت نحاول نغير الجملة الوحشة اللي هي I'm vulnerable all the time ان انا can be safe اديني بقى إثبتات تقولك بص تصدق فيه واحد برضو حاول يعتد علي يعني الرجل الأولنية واحد حاول يعتد علي بس أنا ضربته وقدرت أتغلب على الموقف وتصدق بص أنا دايما بمر بمشاكل بس أصحابي كانوا بيسندوني يعني أنا عندي protective friends طول الوقت جميل تصدق ان كان أمها طلقت وجوزت واحد تاني بذول ان stepdad التاني ده كان حلو بياخد بالله مني تصدق ان أمي لما بطلت إدمان بقت ستة كويس وبتاخد بالله تصدق ان أنا بقى لي 8 سنين ما تعرضتش لأي مشكلة فانت شايف انت جاية بمصيبة لا احنا ممكن ان نغير طريق التفكير بالطريقة دي وهكذا انت ممكن عاوز تعمل بتاع ده مع أولادك يعمله هيجي لك ابنك في سن يقول لك كل الناس حواليا ما بيحبونيش فيش حد بيقبلني ويبقى ممكن المشكلة تريجر المشكلة ان واحد صاحبه قال له بس مطلعبش مع عينة مثلا تقول له طب خلاص انت بتقول كل الناس متحبنيش خلاص ايه الدليل يقول لك صاحبي ده ساب ومعرفش استاذ كان بدايقني ولا ما ما حبنيش ما يدنيش هدية مش عارف ايه دي كده شوية اسباب اقول له لأ طب احنا حاولنا احاولنا ساعدني اقول له طب مش بابا وماو يحبوني اه نحط رجل يعني بابا وماو يحبوني اه طيب اه السيرفنت بتاعي في الكنيسة في السندي سكول بيحبني ولا لا اه المدرس ونحط اسمه اه اه ده بيحبني وبيكلمني دايما وبيفتقدني وطول الوقت تمام طيب اه مش صاحبك جون ومايكل ومينة مش بيحبوك اه صاحبك تاني مش بيحبك بس دول مش بيحبوك اه نكتبها وتقعد تاني لا انت الرجل خلاص تقوله تفاهم وشوف بقى انت الحقيقة مش كلها كده مش عشان موقف سلبي يبقى الدنيا كلها سلبية مش عشان واحد كرهني عالم كله هيكرهني وهكذا دي طريقة من الطرق العلاج النفسي تقعد مع نفسك ويريت انت تشاركها يعني انت مسراحة ان انت تتكلم مع عمراتك اعمل الموضوع ده المترات انت شايف بس في ناس شايف انا شايف ان انا فاشل انا فاشل اديني امثلة بس حاولت اعمل ماجستير فشلت حاولت اعمل بزنس باز وغسرت حاولت تقدم لوحدة رفضتني حاولت فشل حتى في علاقاتي وبتاع طيب خلاص ما تيجي خلينا كده تعم فكر ما فيش حاجة كده نلاقيها ان انت انت نجحت في حياتك وفي يوم يوعد فكر يقول لك لا ما فيش حاجة ما فيش نجحت طيب لو سألنا باباك هيقول ايه آه بابا بابا هيقول لك انا طلعت الاول في سنة العام طيب ولو سألنا اختك هتقول ايه اختي هيقول آه كان دايما اي حاجة في البيت بتبوز بصلحها كانش شاطر في التصريح طيب لو سألنا ابونا ابونا هيقول آه وهكذا في الناس المشكلة ما بتيجي تستق آه في فكرة سلبية بتبقى محتاج مساعدة من اللي حواليك ولو المشكلة كبيرة ساعات بتبقى في ناس يعني من كنيسة عندك وكلموني اقول له يا حبيب اروح اعمل كاونسلين قعد اعمل كاونسلين يقول للي يعني هيقول لك حاجات زي اللي انا بقولها دي حاجات دي تخليك تغير طريق تفكير كده وتريد نظرتك للحياة آآ يعمل سيكم الكلام دا وبتاع وماليش لازمة وده كلام بتاع الناس اللي اللي لازمة وبتاع ياعمل لأ هؤاد اربع سنين كاونسل يدرس ازاي يغير مشاعرك وتريد تفكير وسلوكيات فيعلمك طرق تستخدمها محب احنا قدمنا وقت دي ايو دكتور براحتك لسه لما تخلص براحتك خمس ساعات كده خمسة ونص شوف ابونا طيب براحتك ندري حسب وقتك احنا يعني مستمتعين بالحديث اللي انت بتعمله كالترخيرة قلتعبك معنا دكتور خد راحتك هنا كمان كان عندي سؤال واحد بس عاد اسأله وانا كنت خاف اسأله انت بتقول ساعات هتلاقي العربية بتكلمك والشجرة بتكلمك هو لو الحكاية دي حصلتها بقى يعني ما انت يبون مقدسين ما يبون ما انت مقدسين اه 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 لو الشجرة بتكلمنا او حد لو انت بقى تريدت رد عالشجرة والفي حد ساق يعني 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 هي تكلمني بس 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 بلاش انا رد عليها يعني اه لقنا وردينا وبعدين الشجرة ردت لأ احنا كده المشكلة اكبر انا بس حبيت اعمل شوية فرفاش كده الله يخليك حبيبي اتفضل انا انا شايف انا قلتلكم المرة اللي فات ان الدحك ان الشخص اللي بيدحك دي علامة علامة على النمور الروحي والنفسي متاخدش الدنيا جد لازم طول الوقت ادحك يعني بص عليها بدحك لان هي لان هي تدحك يعني الحياة تدحك فعلامة علامة النمور الروحي ان انت ما تبقاش قافش كده وانا راهنا كده ان انت الروبان اللي هم الكبار في السن اللي وصلوا الكاميرو حيه عالية وثبات نفسي عالي جدا تدحك طول الوقت عمال يدحك حتى انت تدحك تقول له مشكلة هو برضو يقلب هلك دحك بطريقة لان هي دي علامة ان هو وصل لمراحل عالية جدا زي ما بنا عمل لنا كده المفروض اتعلم من نازل انا ضرب في كوت تيها واحد 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 احنا متمتعين قوي قوي بكلامك حبيبي الله يخليك بص ما نخافش ما نخافش ما فيش يعني الخوف ده حاجة الناس فكرة ان ما تقدرش تعيش من غيرها لا تقدر تعيش من غيرها ترطم الشغلة يجي شغلة تاني يا راجل لا اه ما نبص على حياتك قبل كده تلاقي نفسك ترطم هنا وروح ترطم هنا وروح هنا واحنا اتفقنا المرة اللي فاتت او المرات اللي قبل كده قلت لكو احنا ما نقدرش انسان ملوش كباستي ان هو يعرف الخير من الشر مش موجودة الكباستي دي موجودة قليلة جدا قليلة يعني قليلة جدا ان انت تبعارف ان ده مليون وابتداها قادم محوو اذا انت بتبص على القصة دي انها حقيقية او بتبص على القصة دي انها قصة رمزية هي قصة تمثل مشكلة كبيرة ان انت فاكر ان انت عارف الخير والشر ايه بس انت مش عارف طيب بصوا نتعلم الطريقة دي دي حاجة في الطب النفس لقينا ان الناس اللي بتستخدم بيزود القلق والخوف يعني ده هنا بعد موضوع مش موضوع الخوف العام ده اللي هو الفيرز والان اكزايتي لا ده موضوع الفوبيا في ناس كتير مننا عندنا عندها فوبيا من الاماكن المقفول والناس فوبيا من الاماكن المفتوحة فوبيا يعني خوف يعني وناس عندها خوف من الناس مقدر يبص لو تبقى النهار اسود لو حد قال له هتقول كلمة قدام اربع اشخاص مثلا فدي في ناس عندها خوف من الهايوي ما اقدرش اطلع هايوي ايه اللي اطلع مش اسوق عليه في ناس عندها خوف من الكباري ما اقدرش اعد على كبري كبري ياعم ده متعلق في الهواء يعني هيقع طيب الناس اللي عندها المخاوف دي يسيبها طبعا في دراجات المخاوف دي ساعات بتبقى مميتة مميتة يعني يعني بص ممكن واحد يكلابس كده قدامك لو عرضت للحاجة يعني في الناس عندها خوف من الحشرات لو شاف حشرة ماشية اللي هو يغمى عليه يقع وانا شفت ناس كده لكن احنا هنتعلم طرق لو عندنا خوف من واذا انت قلتلي ايه التاني هتديك طريقة للعياج دلوقتي بس لو الموضوع شريد قوي في ناس بتبقى محتاجة لحاجة اسمها EMDR تاني EMDR لو حد اتعرض لاختصاب اتعرض لحادثة كبيرة يعني العربية تقلبت ومن ساعتها بقى مرعوب من السواقة ومش قادر يسوق وبيشوف العربية بيعرق وقلب يدق الناس اللي كانت في الجيش او شاف حاجة كبيرة قدامه ومن ساعتها ما بينامش وبيجيله فلاش باكس وبتاع اقوى علاج موجود حاليا طبعا العلاج ما ننساش احنا عملنا العلاج نفسي عضوي اجتماعي روحي ده 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 اساسي موجود زي الاكل والشرب كده ما ده اساسي ممكن نروح نتفسح بس الاخر والشرب ده من غيره ما نموت ده برضو العلاج النفسي ده اساسي ومعها ممكن ندي حاجات متخصصة يعني في حاجة اسمها اي ام دي ار مش يخش في تفاصيل قوي يعني بس انت لو انت بتعاني من مشكلة كده دور في ناس كتير متضربة على العلاج ده بيبقى بيخلي حاجة قدامك كده يقعد يحركها بسرعة قدام عينك مش تانو مغناطيس اللي هي بالراحة دي دي حاجة داني لع حاجة سريعة هتتحرك قدام عينك بسرعة ويخليك تفتكر الحادثة اللي حصلت في حياتك ويعني مش خش بتفاصيل بس الحركة دي ما تبقى خمس لعشر جلسات بتعملها بتخليك تقدر ان انت تتعرض للدم تاني ومتلاح نفسك عادي وممكن لو بنت تعرضت بعد تشر الاختصاب او حاجة تعرض القصة كأنها بتتكلم على حد تاني يعني هو هيغير حاجات في المخ بحيث تخليك انت رد الفعل ما يبقاش قوي قوي كده لان رد الفعل الناس اللي عندها فوبيا دي ما بيبقاش رد فعل بس نفسي خوف كده لا ده بيبقى جسمي كمان انت تلاقي ساعات بيجي لهم بقى بلير ورعشة في الايد وضربات قلب سريعة وخنقة وقرشة نفس وحاجات كتيرة جسمانية مع الحاجات النفسية خلينا بس نرجع للحاجات البسيطة يعني الحاجات الكبيرة قوي ندرة خلينا في الحاجات البسيطة اللي انت بتقولها دي في ناس مثلا اللي عندها خوف من الناس او كسوف من الناس لو في اتنين قداس تلاقيه راح يروح لك القداس اللي مفوش ناس او يروح يعمل شابنج الساعة اتنين او تلاتة الصبح ام يعني ليه عشان فاضي والمكان فاضي انا مش عاوز بقى حوالين الناس هما لقوا بقى الدراسات لقيت ان اللي بيبقى عندهم فوبيا دي معينة وسب نفسه تلاقي الامور بسوق فانت لازم تشالنج يورسلف يعني مش عارفة انا اقول لكم المرة فانت كان في عينة بص بتال الموضوع عندها وسواس بالنظافة فتديها البرسكريبشن مش عاوز تمسك البرسكريبشن تقول لك فيها بكتيريا ده حق ده قبل الكورونا يعني طبعا دلوقتي الدنيا يعني النازل عندهم وسواس قهري متبهدلين بسبب الفيروس ده وكده بس خلينا خلينا قبل الكورونا حتى امسك البرسكريبشن امسك الورقة يعني لا الورقة دي انت مسكتها وانت سلمت على عيانين تانيين لا ماشي تيجي تفتح الباب مش حاوسة تفتح الباب مهلا الباب ده الناس لمسيته وبص وخوف بقى وقلق من الماشي برضو مش شافة ان فيه مشكلة يعني شوية شوية انا مش همشي في الشارع ليه ما ممكن حد يتعرض لي واختصبني يسرع معايا الفلوس ماشي لا انا مش هطلع في البلكون ليه الهواء مسمم وطراب وغزاية ومش هف ايه وانا هجيب اير فلتر ماشي اا عندها الضغط وبتاخد دواء لا مش هاخد الدواء اصلا ممكن يوقف في زوري وعند اصلا سمعت انه ممكن توقف الحبة هنا واتخنق وانا ما عايش حد في البيت واموت انت شايف بقى الامور بص كده احنا دخلنا بقى عاملين من واحدة للتانية للتانية اللي هو اللي يعني يعني احنا نموت احسن طيب ولا معمول حياة ما دفعش تتعاش كده طيب فانت لما يبقى عندك مخاوف كده ما تتسبهاش كده تبهوأ منك لان الامور ممكن تبقى اسوأ لازم انت اتشالنج ازاي عم بص احنا بنتشالنج بحاجة اسمها جراديول اكسبوجر يعني ان انا اعرض نفسي للحاجات اللي بتدعبني بالتدريج اعرض نفسي للحاجات اللي بتدعبني بالتدريج لو المشكلة كبيرة قوي لازم يبقى حد معاك مشكلة بسيطة نص ونص انت ممكن تعملها طب اديني مثال كده انا اعلمها لك اوكي اعلمها لك اعلمك طريقة اتطبق اذا انت بتخاف من المراجيح في ناس بعمره مايركب مرجح مرجحة ايدي انها رسو بعدين الحبل بتاع المرجحة دا يتقطع وقع على القبط مستحيل لعمل في ناس بتخاف انها تدي محاضرة في ناس بتخاف في امثلة بقى كتير في ناس بتخاف من الاسنسير الاسنسير الا نطلع في المقفول دا ويقف في النص انت مجنون في فيلم عربي قديم زمان كان بس على الاسنسير المهم يعني اديني اديني طريقة اديني طريقة وانت ولادك دا مثالة خلينا في الحتة اللي في النص اللي هي التست اللي هي دي بسيط ما لابداش نخش في التفاصيل يعني دا حد عنده خوف من ان هو يسوق فوق الكبري لان في فكرة مجننة ان الكبري هيقع اوكي طيب نحن نقول له لا انت لازم بقى هاخدك من ايدك وحطك على الكبري وتسوق بس الحتة دي ما تتعملش كده هيترعي باكتر لا نقول له ايه غمض اعزك بس كل يوم كده عشر دقايق تغمض عينك وتعمل ان انت بتسوق على الكبري ايه انا ما قدرش تخيل حتى اضغط خمس دقائق بس اقول تخيل نفسك كده ان ان انت سيق على الكبري فنفترض ان هو خوف وكان 100% او 95% يقول لك بعد ما تعمل تتخيل كده لمنذ الاسبوع او اسبوعين ان انت انت مش ساق ولا حاجة انت بتتخيل بس هتلاقي قل من 55% ل90% حلو طيب ممكن نروح نقف جنب كبري نتفرج على العربيات وهي ماشي على كبري مش انت يعمل لا سوق ده انت بتتفرج على الناس تاني بس بحبش نشوف الكبري اصلا ويحب تشوف العربيات نتطلع نروح نتفرج بس تعال نروح نتفرج ننسوه لحاجة تعال تفرج طيب ها تطلع تفرج طيب لو الكبري ده في كبري مشاية يعني يعني في ناس ممكن تمشي عليه ممكن نطلع نمشي ممكن يا سيدي ما نمشي ماشي بس طيب بطلع بس كده خمسة متر وارجح طلع كلها ماشي وهكذا الخوف تلاقي من تسعين لثمانين في المية طيب ممكن بقى نسوء وانا هاجي معك ولو ترعبت قوي بص هنوقف على بول اوبر كده على الجنب وتبدل نبدل ماشي عسوء انا اه طيب مرعوب 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 طيب اطلع ايه ده عملها المرة الاولنية قبها الخوف قال الستين في المية طيب اطلع اعملها تاني ايه الاربعين في المية تلاتين في المية عشرة في المية بس لسه برضو مش مرتاح انا بسوء عالكبري بس مش ما في حاجة غلط عشرة في المية مش مشكلة نزلنا من مية في المية لعشرة في المية ده نجاح غير عادي يعني كلنا بيبقى عندنا فيش حاجات بالخاف منها حاجات ما نخافش منها تخيل اللي بيشرح لك المحاضرة دي عمرو ما كان عنده فوبيا غير عادية بانه اننا يعني بيكلم عن نفسي اننا دي محاضرة دي دي كانت معجزة معجزة ولا اننا دي محاضرة بالانجليزي دي اعدت احضرها خمستاشر مرة قلت انا خمستاشر مرة عشان دي كان اول مرة هشرح موضوع بالانجليز خمستاشر مرة عشان مرعوب انا اصلا عندي رعب مني اننا اتكلم اصد الناس بس ربنا يعني الترتيبات و عدت عملت ده بتتدرج غير عادي بسنين سنين عشان بقعد كده اتكلم وانعارف ان في يشرين تلاتين اربعين واحد بيتفرج علي وان انا عادي بخدت سنين بس هل الخوف كله روح لا متبقى شوية برضو انا جاي ابونا انتوني في المحاضر ابونا في كم مش حارف محبي في مئة واحد بيحت لسه بتخاف خمسة في المئة عشرة في المئة وهكذا انت المخاوف بتاعتك هيبقى فيه برلو حتى مش هتروح خلص لنبيبقى فيه ساعات دي عيوب جينية وعيوب كيميائية صعب انها تتغير مئة في المئة بس احنا نزلنا من مئة لواحد شطاب لها ونزلنا هو ما هو عمل كده من مئة في المئة ل خمسة في المئة عشرة في المئة هنقف عندي دي يا جماعة بصوا لازم انت بعرف الريسورس بتاعتك قوتك بحيس انت ما تزنق تفكر نفسك ايه ده انا عندي ايمان بربنا انا امي بتساعدني انا اصلا بحارب اي مشكلة انا اصلا شخصية قوية انا دايما متفائل انا بعرف حل مشاكلي عندي ايمان بربنا انا بصلي انا بفكر بطريقة منطقية فكر نفسي كده بالانترنال ريسورس والاكسترنال ريسورس دي من الحاجات ساعات المشكلة بقيت حاجة واحدة فمحتاج تطلع بره المشكلة شوية بتفكر نفسك ايه يا عم بالراحة بالراحة انت عندك اسرتك وعندك ابونا وعندك صحابك وعندك الخدام بتاعك وعندك فلوس في البنك وعندك عربية وعندك ايد وعندك رجل وعندك سرير بتنام عليه وعندك حاجات كتير حلوة اه وعندك مشكلة في اسألة طيب دكتور نادر كانت مبعوطة طيب انا ممكن طب لنشير تمام اشوفها في الشات ولا اشوفها فين هو نقبعتين ليها الخاصة بارتفيتة لتسألة في واحد فيهم على الشات بيقول كيف هو عالج ابني من ادمان العاب الالكترونية الجيم الجيم سوري اه طبعا الادمان بص انا تخصصي بقى لعشر سنين الحاجة اللي بلف حواليها هو الادمان بص لو الادمان ده ظهر في فترة انت تاني عشان ابنك بذاتا ما يكون ايام تينيجر ولا حاجة نرجع لنفس النوقت ان احنا لما نحل مشكلة نفسية او مشكلة ادمانية لازم نشتغل على الحاجات دي فلازم الابن ده يبقى فيه رياضة ويبقى فيه حد قريب منه بيحبه يتكلم معاه ويبقى فيه ربنا ويبقى فيه طريقة بيعبر بها عن مشاعره بالكتابة او بالكلام لان انت هنرجع لبايو سايكو سوشي طيب هو يا دكتور ما بيسمعش هو هو في عالم انت عملت وقال لي ربنا وخادم ويقرأ يلعب رياضة ولا عاوز يسمع ولا يلعب رياضة ولا عاوز هو بص دماغه في الإدمان ممكن كخطوة اولية استخدم ريوورد والريوورد قوي عشان اطلعه ريوورد يعني مكافأة هو له بص انت لو سبت البتاع دي ورحت الجم او رحت لعبت الرياضة او رحت عملت الحاجة دي او رحت عملت لنا الشابينج او رحت عملت لنا بتاع هتاخد عام 50 دولار او هتاخد في ناس انا عارف الناس هتسمعني يعني هدي بيبني فلوس وانا ايه لما انا مش هسي اشوفه بيد من حاجة وخلاص بقى وقع في الحفرة دي لازم هنا اطلعو لان الحاجات الادمانية دي بتشغل مركز الريورد سنتر اللي هو مركز المكافأة عشان اطلعو اطلعو بمكافأة ودي حاجة بنعملها حتى مع العينين وفي دراسات كتير اثبتت انها ممكن تنجح يعني انا عندي العينين اللي بيحضر خمس مرات علاج جماعي بديله كتاب فري كتاب كتاب مع ان البرتا هيلس يعني الناس اللي انا شغال الهيلس سيستم لا شغال فيه مش بي حسبني بس انا شايف ان هو هيخف كده فبقول لهم اللي هيحضر خمس جلسات علاج جماعي هتديله كتاب فري وتلاقي فيه ناس كتير يقول لك بس انا جاي عشان اخد كتاب فيه دراسات عملية على الناس المضمنة الكوكايين بيديهم فود ستامب في امريكا عندكم الفود ستامب يعني تبقى اخد ورقة معينة وتروح للهيئات مع فود بانك وتديهم يديك اكل يقول لهم برضو انت لو قعدت مثلا شهر تحليلك طلع ان انت مش مضمن ولا استخدمت تحليل طريقة ناجاتف ان انت مفيش مش بتدمن مش تستخدم المادة الادمانية دي انت هتاخد الفود ستامب فتلاقي بطل الادمان يقول لك عشان اخد الفود ستامب معينة ممكن يبقى خسر ملايين وخسر بيوت وخسر بص حاجات كتيرة في حياته بسيطة تلاقيه طلعته وبرضو في نفس الموضوع في نفس الموضوع في الادمان ولادك ممكن يبقى هو منغمس في حاجة اشتغل بقى بايو سايكو سوشيال سبريتشول العيال لازم فيه رياضة الرياضة مفيش حاجة اسمها في العصر الحجري والعصور اللي بتاع الانسان ده بيجيب اكله بعضلاته فاحنا متركبين كده ان احنا لازم نتحرك لو قعد بامانة اي واحد هيقعد مش هيتحرك هيجيله اكتئاب وقلق وهيجيله اعراض ادمانية لازم في انت ترتب نفسك ازاي تخلي ابنك يلعب رياضة فتجيب له جم في البيت تجيب له شوية حديد تجيب له اتنين صحاب وبيلعبوا معاهم ومبسوط معاهم يا حسر بنته ما الدنيا هتفتح عندكم بالتدريج ولازم تكلم الكنيسة ما تقعدش الدارية على الموضوع تكلم الكنيسة ويبقى فيه الخدر بتاعه يسأل عنه ويينجج في حاجات ويشغلوا وقته يعني من الاخر ولازم يرتبط بالانجيل وربنا وتعرفوا طريق ربنا بالمستوى حسب سنه يعني اكيد احنا بنكلم من ابو خمس سنين غير العشر سنين غير العشرين سنة وهكذا في واحد تاني بيسأل بس ممكن اقول لكم حاجة صحيح في اسرائيل برضو اه تحتام لا تفضل او تفضل شوف بس لازم تعرف بس لازم تعرف حاجتين في الادمان وانا عمل لها فيديو بس لو اسمع ايه تعريف الادمان انا عمل فيديو على اليوتيوب ايه تعريف الادمان بس في حاجتين تبقى عرفهم ان الادمان ده بيبقى اه مش اختيار رقم واحد ومش سببه الفيديو جيم او سببه الكوكايين او الهروين هو في بعض الشخصيات هي عيب مولود بي ان هو اما بيعمل حاجة وبيحبها ما قدرش يسيبها اه وييكسكلوت بقى الحاجات اللي حتانيا اللي في حياته فانت وفي دراسات كتير موضحة كده ان انا ممكن ادي كوكايين لاتنين غزبا عنهم ادي ده كوكايين غزبا عنه وده غزبا عنه وبعد انهم لهم لا خلاص مش اديكم كوكايين تاني واحدة يقولك انا مش عاوزه اصلا وما ليوش لازمة اصلا خليني مش مبسوط اساسا انا ما باخده وبيخليني مغيب عن الوعي واحد تاني يقولك لا بص انا عاوزه تاني ناخده البتاعات ده تمام تمام كده ففي ناس مولودة حتى احنا تعريف الامريكان سوسائتي اوف اديكشن ميدسين اللي هو الجمعية العلمية للإدمان في امريكا ان ده برايمري ديزيز ان ان انت مولود فيه صحيح المش يعني تعرضك للحاجات الإدمانية بيغير بضع بس هي برضو انت السبب الاساسي 60% هو خلل في المخ انت مولود بي ولما بنعرضك بقى للحاجات الإدمانية دي ما بتمسك فيها والتانيك تعيد وتزيد فيها وفي حاجة هتلاحظها كمان الناس المدمن للألعاب الإلكترونية ده لو بطلنا الألعاب الإلكترونية ممكن يدمن الرياضة ولو قلنا له لا ده انت كده العضلات بتاعتك هتتعب كفاية الرياضة كده هتلاقيه بقى يدمن الجنس ولو بطلنا الجنس يدمن الهروين ولو بطلنا الهروين يعني تلاقيه كده هو عاوز يدمن حاجة وخلاص والمدمن اذا حد حضر معانا هنا ومدمن هيبقى عارف اللي انا بقوله ده اللي مش مدمن مش هيفهمني اللي مش مدمن هيرفع ايده يقول لي ده حاجة زي ما يكون صفة في شخصيته انه هو ما بيعمل حاجة حتى الاكل لو ادمن اكل اتلاقيه بيشرب كوبات عصير لو شرب كوبات عصير ممكن يشربش هو خلاص وتمام لو هو مدمن وعنده ادمان الاكل يشرب بتاعي يخلصها وممكن يجيب تاني عصير تاني ويفتح التلاجة ويدرب التلاجة كلها وده نوع ادمان طب لو قرر انه هو يعمل ريجيم ويخس هل ممكن يتحكم فيها اه يتحكم فيها بس لسه الشخصية الادكتف برسوناليتي موجودة والبرايماري تشينجز اللي موجودة في المخ موجودة فهتلاقيه هيسكان الانفيرومنت لانه يدور على حاجة تانية يدمنها فهتلاقيه مثلا لا الرياضة هادمنها تم حلوة يا ريتنا كلنا ندمن رياضة لا موزين الرياضة دي ممكن عندي ناس مدمنين بيقول لي يتعالجوا من ادمان الرياضة بيبقى اشوف طول بعرض وعضلات اللي انا بشوفه يعني بقول لي ايه رب ما ترزقني بالله هو عنده ده بس انت بقى تشوف ولاقي عندهم مشاكل بسبب الرياضة غير عادية والجوينت وحاجات يعني لان الموضوع عد يعني عد مرحلة معين فانت العلاج ايه طب انت كده قدتنا يعني هو مولود كده وكلام غريب وبعدين هيتم يدمن وبعدين هنخلص الفيديو جيم وتلاقيه فجأة ممكن ادمن الكنيسة فساوبش ولا اجتماع لان الكنيسة بتخليه انه هو مبسوط برضه ويخدم ويموت نفسه في الخدمة ومن ديل ديل دي ومن ديل ديل دي لغاية ما يبرن اوت مرة مراته تلاقيه مراته عاوزة تطلق لان هو ما ضيع وقت كله في الكنيسة ومش مهتم بعياله وبتاع لان هو ما بيعمل حاجة وتبسطه يدنيه يعملها يعملها تاني العلاج ايه بايو سايكو سوشي لازم يبالنس مشكلة حتى البايو سايكو سوشي لازم يقعدي بالنس دول يعني انا العينين عندي بعضها اقول لهم بص مش حاوزين نصلي طول الوقت يعني لازم برضه يبقى فيه وقت نشتغل ولازم فيه وقت نتكلم مع الناس ولازم فيه وقت نهتم بأكلنا لازم يبقى البالنس ده موجود طول الوقت لنا كلنا لان احنا هيقول لي لما الصلاة طول الوقت وحلوة وكده ماشي الصلاة بس فيه برضه ربنا اديك حاجات وتالنت لازم تستخدمها وديك ولاد تاخد بالك منهم وديك لازم بيقى فيه أكل ولازم في شرب ما هتموت فهيبقى دايما يمثل انتحار فاحنا لازم نبالنس ده فالطفل اللي عنده سلوكيات ادمانية بين عليه من الأول احنا نعلمه من هو زاير ان لازم الحاجات دي تضغطها كلها وتاني عشان ما طولش في النقط نفس النقط انت يعني لو دخلت المحاضرات اللي انا عاملها بوضع فيها ايه اللي ممكن هتلاقيني ويتكلم ايه اللي يعني ايه دي ويعني ايه دي ويعني ايه دي وازاي نغيرها وازاي نشتغل فيها تاني برضو هنا واحد بيقول بيقول انا شخص زاكرتي مش قوية بنسى بس المشكلة لو شخص عمل حاجة ضيقتني مش بقدر انساها ابدا مع انه ممكن يكون عد عليها سنين وبحاول اتعامل مع الشخص عادي لانه بيعمل حاجات كويسة معايا وبحاول افتكره كويس بس لما بتدايق الاقي نفسي فاكر كل حاجة ضيقتني من سنين وده بيزود المشكلة هو قال ان في مشكلة في الزاكر اه زاكرتي مش قوية مش قوية قوية دي اول حاجة بس بينسا المشكلة لكن لو شخص عمل حاجة ضيقتني مش بقدر انساها ابدا مع انه ممكن يكون عبد عليها سنين وبحاول اتعامل عادي انه بيعمل حاجات كويسة وبحاول افتكره كويس بس لما بتدايق الاقي نفسي فاكره كل حاجة ضيقتني من سنين وده بيزود المشكلة طيب اقولك معلومة بقى حلوة جديدة ان الزاكره بتتقسم جوامخ الانسان حسب المشاعر يعني المعلومات اللي تخص الزعل بتخزينها في حتة المعلومات بتخص الفرحة بتخزينها في حتة والمعلومات اللي تخص النجاح والاحساس بالنجاح واحساس بالنفس متسجلة في حتة حلو فانا اول لما افتكر الحاجة بتزعل هتلاقيني بافتكر اللي بعدها بتزعل واللي بعدها بتزعل واللي بعدها بتزعل واللي بعدها بتزعل ودخلت كده وتلاقيني تشديت زي ما يكون عفريت شيطان جي سحبني لهذا الكاتيجوري من المشاعر والافكار والذكريات طيب هحلها ازاي ارجعها تاني في الباك جراوند لازم نعمل دول ماشي ولازم الناس اللي عملت لك حاجة دي نسامحهم بسيطة يعني انا بقول لك يعني انا مش بادر انسى انا بفتكر 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 لأ ما انا سامحهم واسهل الطرق النفسية اللي تسامح بها حد ان انت تكتب له جواب مش تدهوله لأ انت هتكتب جواب للشخص ده فيها في الجواب ده هتطلع كل مشاعرك السلبية هتطلع الانسان ده عمل فيك ايه وايه الدرر اللي هو عمله اوكي وازاي الدرر ده بيأثر عليك دلوقتي ويأثر عليك زمان اللي هو الحاجة الغلطة اللي عملها فيك دي حلو ده انت كده بتزوق الموضوع لا انا برضو هنكتب في الجواب انت شايفه هو عمل كده ليه لان انت لو بصيت على اي حد قتل ولا سرق ولا ضرب ولا بتاعه هتلاقي جزء منها هو تعلم كده من اهله او تعلم كده من صحابه او هو مريض نفسي او عنده توطر او جيناته فيه حاجة وارث جينات وحشة مطلعة كده او chemical disturbance او ظروفه كده او حاجات كثيرة حتى يعني يعني انت كل انسان ممكن تطلع هو بيعمل لان فيه مثل بيقول hurt people hurt people يعني الناس المجروحة هي الناس اللي بتجرح الجرح ده مش لازم جرح من اهلك ده جرح حتى داخلي من الجينات بتاعتك انت مش متزبط جوه فنازل تضرب في الناس كلها وتهنهم او ننت تتخيل واحد نتنازل شتيمة في الناس طول الوقت انت متخيل ده جوه هو حاسس ان هو مسترح مسلا مرتاح فيه حاجة غلط او احنا ندور على اللي هو compassionate attitude يعني انا هبص بcompassion ناحية الشخص ده وحاولت تشوف هو عمل كده ليه يبقى تاني انا هكتب هو عمل فيه ايه وهكتب تأثير الحاجة اللي عملها بس برضه ادور هو لما عمل كده عمل كده ليه كان نقص معرفة ولا نقص خبرة ولا هو تعلم كده من اهله ولا ليه بعد كده اكتب هو انا لو سمحته هستفاد ايه في الجواب كل ده في الجواب دكتور انا هبعط له الجواب ده لا 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 ده الجواب ده انت هتشاركه مع واحد صاحبك عزيز عليك وتشارك مع الجواب او تشاركه مع ابونا او تشاركه مع خدم او تشاركه معايا مع الدكتور او اي حد قريب منك هتشارك مع الجواب طيب راح بس يعني انت اوكي هنكتب ده اسمه فورجيفنس لتر يعني جواب مسامحة هتكتب هو زعلك في ايه وهتكتب تأثيره عليك شوف يعني انا ما بنكرش تأثيره مش عاوز بس طريقة ايه سامحه وتبقى في الاخر هي طريقة اللي هو فيه فيه الطريقة النفسية كده ان انا ايه تحصل حاجة غلط وبعدين تقول ايه لا بص بقى انا سامحه لان انا انسان مسيحي وما ما ينفعش اغطى الحاجات دي اكتمها جوا تعد تكتمها 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 تقوم فرقع بقى في امراتك او في عيالك او في رئيسك في الشغل او في نفسك ويجيلك ضغط وسكر انت الفرجيفنس ده دي بروسس لها خطوات انا بساعدك بيها هو في ناس على فكرة في ناس اوتوماتيك ده برضه لازم نعرفه انها تقول لي يعمل العلم اللي انت بتقوله ربنا بيقول لنا سامح من زمانه في ناس اوتوماتيك سهل يسامح على تو هو بيعمل اللي انا بقوله ده اوتوماتيك في دماغه يعني يعني في ناس ببساطة يعني هو حد غلط فيه يقول لواحد وكده يقول يا عمم ظروفه صعبة يا عمم عدي بقى بس في ناس لا هو اللي يعمل لك غلطة تلزق وزي الاخ او الاخت اللي بيسأل على المشكلة تلزق وتبقى كتم على قلبك بوعا ما لتفتكرها طول الوقت ما لتفتكرها طول الوقت تبتقول لي انا فتبت حدا يقول لي انت يا عم ده انا الناس كلها هضرتني وضيقتني وانا عمال فتسامحهم كلهم ده عمال فكرة دي خطوة من علاج الادمان احنا بنقعد مين الناس يعمل لديقتك ومين الناس اللي انت عندك ريزنتمنت في ناحيتهم يعني كره ناحيتهم عشان احنا لازم نتخلص من الكره ده احنا احنا فيه فيه حاجة بالادمان معروفة بتقول ريزنتمنت is a luxury يعني يعني ايه ريزنتمنت is a luxury يعني الغضب ده دي حاجة غالية ماينفعش انت انت ما تقدرش على تمانها ماينفعش تعينها عندك دي زي ما يكون واحد عنده عربية ليموزين كده بيم دابلي ولا غالية قوي تقول له يا عم انت مش قدر العربية دي باعها اتخلص منها قعدة العربية دي هتجيب لك الغالي المليك ولعيلتك برضه المدمن او المريض النفسي نقول له بص الغضب ده هتخليه عندك ده غالية او انت مش هتقدر عليه ده هيخليك اولا تدمن تكمل ادمان هيخليك تتخلي مع كل الناس اللي حواليك هيخليك ما بتنامشي زي الستر بتكلم دي هيخلي الزاكرة بتاعتك تبوز زي الستر بتكلم لانت عارف ان ما بتجمع القلق والاكتئاب بيعمل حاجة اسمها السودو ديمانشيا يعني ايه السودو ديمانشيا يعني ديمانشيا تعرفين ديمانشيا صح اللي هي الديمانشيا بالعربي ايه الديمانشيا الزهايمر او الزهايمر عارفين الزهايمر لو الناس تجيب تكبر فسنة وتنسى كتير اوكي الناس بقى اللي بتخفو تكتئب بيجي لها حاجة اسمها السودو ديمانشيا يعني زهايمر كاذب يعني ايه زهايمر يعني حس انها دم الزاكرة بتروح مني انا دمشي فاكر انا دمشي فاكر اصلا كنت راح فيين انا واقف قدام التلاجة بقى ما انا بفاكر انا اصلا انا واقف قدام التلاجة ايه انا مكنش جاي يأكل مثلا اتلاقي نفسك ممكن تروح محل تقف انا ايه اللي جابني هنا وده مش زهايمر والحاجة لو احنا لقينا الاكتئاب والخوف الزيادة بدون علاج ممكن يعمل اعراض تبان لك ديمانشيا لو دكتورشا مش شاطر مش هفاهم ان دي القصة تلاقيه هو بما اللي العيان بينسى كده ليه ويقعدوا يدي لهم فيتامينات وحاجات عشان يفتكر وهو الموضوع كله انه لو تخلص من الخوف والغضب والاكتئاب والمشاعر السلبية دي هتلاقي الامور تحسن نرجع للجواب نرجع للجواب هتكتب هو زعلك في ايه هتكتب تأثير الزعل ده عليك ايه هتكتب هو احنا ممكن نسامحوا ليه هو ايه ايه اللي خلاه يغلط هتكتب الجواب هتكتب اوه صح لو سمحتوا ايه الفايدة لا ما فيش فايدة حضرتك هان سامحوا فايدة ايه لا فيه فايدة ما قلنا بقى الكورتيزون هيتحسن والضغط هيقل والسكر هيقل والعلاقة في البيت ومشاكل البيت هتقل ومشاكل العيل هتقل والزاكرة هتتحسن كل ده لو سمحت يعني المسامحة دي مش ربنا كده بيخصبها علينا ولا حاجة ده اصلا فايدة لنا اه مواضية فايدة لنا فايه فايدة الفرجيفنس ده ان حالة النفسية وحالة الصحية هتتحسن وبعدين اكتب بقى خطوات هعملها عشان اسامح يمكن اكلم الشخص ده تاني يمكن اكرر لا اتجنبه تماما يمكن اي حاجات تساعدني او يمكن احكي الوحيد صاحبي او يمكن اعترف او يمكن اي حاجة هتساعدني يعني الخطوة الاخيرة اكتب ازاي انا هعمل الموضوع ده او ان انا هعطي اعمل تخيلات اللي بتخيل كل مرة فاتت تخيل الغضب ده طاقة سلبية في قلبي كده وهحطها في القطر وهو معدي ده اللي بتخيل كل مرة فاتت او تخيل ان فيه سحابة معدي وحط القلق ده بس فنكتب ده خطوة من الخطوات ان انا هكتب الجواب ده هتقول لي بس او ده هو اصلا غلط فيي ومستمر يغلط في الناس حواليه انا سبته خلاص بس هو مستمر مش مبطل ده انسان سيء جدا احنا برضو بنكلين اور سايد اوف زستريت اا اعرفين انتو عايشين في امريكا عارفين انا بص هنضف الحتة بتاعتي الشرع بتاعتي ما نجد عبا بيه اا الحتة بتاعتي بتقول لي ان انا ما 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 ينفعشي اسيب غضب جوايه فانضف يا عم وحكذا في سؤال تاني برضو هنا يا دكتور ايبو معك واحد برضو بعد بقول اي اوورثنك واناليزه كل شيء كيف اووركوم ذس طيب tough وبرده برج في اعصاب عشاجت اخر كتير وفي سؤال تاني معي يا برنوبو ثاني طيب اوورثنك ده اوورثنك تذ طبعا اوورثنك ادي اعراض من اعراض الالاة ومن اعراض الوسوسة القهري شخصية الوسوس الكهري فيه مرض اسمه الوسوس كهري وفيه مرض اسمه شخصية الوسوس الكهري اللي هو بشخصية بيحلل ويفكر ولازم كل حاجة تبقى بيرفكت والأمور ما تعديش كده بص دي مش سهلة انها تتخير دي مش سهلة ولازم البيو سايكو سوشيال ولازم تلعب رياضة يعني انت انهج نفسك كده في الرياضة كده يعني هترجع مفيش أصلا طاقة تتفكر حالة هالكا وببس لدرجة أنا كنت شغال في مستشفى أمراض نفسية في مصر مستشفى كبيرة كانت صاحب المستشفى دي كان يجيب الناس اللي ما بتخفش كان عنده أرض كبيرة يشغلهم في الأرض يشغلهم فلاحين فلاحين ويديهم مرتب بعد ما يشتغل في الأرض دي ويزرع ومش هايف ايه يديهم مرتب وده مش مكتوب أنا ما شفتش ده اصلا مش ما ايه اللي هو بيعمله ده المشكلة بقى انه كان في العالم العربي كله كان العينين اللي ما بيخفوش كان من كويت ومن العرفش السعودية كان يجبوه للرجل ده وراجل ده بيعمل حاجات دي والناس دي بتخف وتحسن جامد انه هو مجهودة عضلي والمجهود ده يكسب منه هتقول ده استعباد انا كنت بسوصلها كده وانا دكتور الراجل ده عيان والناس اللي عيانة ومين اللي عيان بالزبط وانا ايه اللي جابني هنا انا كنت ساعة بيعمل الاسئلة دي ما فهمتش الراجل ده 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 وقت انرياضة دي مهم حلو لازم انت تعمل برضو حاجة اسمها كوجنتف هيفير ثيرابي اللي هو علاج معرفي سلوكي ده بيتعامل عند الكاونسلر طب دكتور مش عاوز اروح للكاونسلر وانا الموضوع مش كبير قوي يعني بس عاوز اتعالج بس فيه كتاب اسمه هكتبه في الشات هنا اسمه Mind Over Mood ده احسن كتاب علاج معرفي سلوكي انا ارجح ان الناس كلها تعملوا ده كتاب كده Workbook Mind Over Mood ده كتاب كده هتلاقي لونه احمر اغدر ازرق كده فيه يعني الوان مبهجة كده ولم تشوف كده ده كتاب كده امشي معاه خطوة خطوة وجاوب الاسئلة اللي فيه هتلاقي انت الـ overthinking ده اللي تماما مع تطبيق الرياضة والصلاة و وليزم تطلب من ربنا ان الـ overthinking ده يقل واطلب من قلب يعني لازم تحل تحس لازم فيه تلاتة بس لما لابكون فيه عندك مشكلة نفسية عاوز تحلها وعاوز التدخل الروحي بتاعها لازم تعمل التلات خطوات اللي هم التلات خطوات علاج الادمان التلاتة الاولينيين لازم تبقى عارف ان انت powerless over the problem واكيد الرجل اللي بي overthink ده هو عارف انه يعني مش قادر تحكم في دماغي دماغي شغال post 100 miles an hour ما فيش فأنا powerless مش قادر لازم اقتنع ان فيه قوة اكبر مني ممكن تساعدني لازم اترن my will to this power يعني ان انا اوجه ارطي للpower دي اللي هي ربنا انها تساعدني تاني مع الكتاب اللي انا كتبته لك ده لان الكتاب ده ما بيكلمش على ربنا وبتكلم على كوة عليا ولا حاجة ما بيكلمش كده خلص وبتكلم ازاي هنغير الافكار بتمرين زي اللي انا عرضتها النهاردة كده بس انا عاوز نضيف الجانب الروحي ان انا لازم تفهم ان انت دلوقتي powerless وان انت عارف ان في حاجة اكبر منك ممكن تساعدك وان انت ناوي تغير ارطت كلها للحاجة دي وهتسيب للحاجة دي زي ما ابتدنا بالصلاة السكينة هنسيب بقى للحاجة دي هي تصرف وتدينا الشجاعة وتدينا القوة وتدينا الحكمة ان احنا نتغير وهكذا وزي ما قلت لك هنضم جزء الروحي والنفسي والاجتماعي مع الموضوع واتكلم بص ونقق واحد صاحبك لو مش عاوز تلوح الى كونسلور نقق واحد صاحبك احكي له ازاي انت بتفكر نقق واحد هادي يعني انت 60% من الناس عندهم الoverthinking دي عشان ما تحس انت يعني 65% في 40% من الناس حتى الان ممكن يضربوا مننا 30% كويسين ما بيعملوش الحركة دي ققض معاهم الناس الهادية دي تليهم calm و cool و collected كده ولا بيهري في نفسه ولا بتاع هو تليه الوحد وكده في ملكوت ققض معاهم وقول لهم انت ازاي بتفكر واسألوا انت بقى انت ازاي بتفكر يعني انت بتتبدلوا طرق التفكير هتتعلم منه هو ده هدف العلاج الجماعي هبنقعد ناس مع بعض فيهم ناس كويسة تحسنت شوية وناس مش متحسنة وبيعلموا بعض فاحنا هنتعلم من بعض هو الكنيسة احنا مع بعض عشان نتعلم من بعض اللي احسن مننا في حاجة مش بيغيز التاني ده بيشد التاني ويرفعه مش بيغيزه ولا حتى بيغيز حاجة ولان انت محدش محدش يملك حاجة حتى لو حاجة حلوة او وحشة انت لا تملكها تشكر ربنا بس ان انت جيف حظك الحاجة الحلوة ما جاتش الوحشة فالحل ما حلو يساعد وهتلاقي عنده وحش برضو التاني يساعده وهكذا تمام فيه برضو سؤال تاني اه حد بعد اه انا بنسى تفاصيل اي حدث في حياتي نسيت اسماء دكاترة الكلية بنسى الحاجات اللي ذكرتها بنسى وصفات الاكل لازم ارجع ادور عليها ولما كلمت لبرايمري دكتور قالتلي عادي ما تقلقيش بس انا متضايقة جدا اعمل ايه هل قلة التركيز تعمل كده طب لو نقص في حاجة ايه هي وهل في دوام الكاتباء كينجو بايروبا بيلز هاب دي alternative medicine يعني اعشاب وكده طيب الاول صح نبتدي بالبرايمري دكتور اللي هو الفاميلي دكتور صح كده اه وروح يعمل تحليل واهم بتحليل الثايرويد الغضة الدركية وانا متأكد ان الدكتور ونعمل vitamin b12 ونعمل folic acid اه اللي انا هضيفه كمان نعمل inflammatory marker لCRB والESR خلي الدكتور يطلب لك دول تاني التاني ده الجزء في الطب اللي زي ما قلتلكم هتعدي شوية الguide lines وهتستخدم طريقة تانية للنظرة للأمراض تاني انت لازم الدكتور ده هي تشيك الثايرويد لازم ما انا متأكد هو تشيك الثايرويد تشيك فيتامين b12 تشيك folic acid تشيك انت قولي له انو يطلبهم طيب عملت يا عم الحاجات دي وانا تمام ما فيش اي حاجة فيش اي مشكلة خليه E.E.S inflammatory marker اللي هي CRB وESR اللي هي بتبين فيلتهاب في الجسم عامة ولا لا مفترض لانهم عاليين بسيط لو لقتيهم عاليين بسيط يبقى انت لازم هتعملي لو انت مليانة في الوزن لازم نخيه السجامة لان الفات والتخن ده برضو علامة من الاتهاب ولان فيه نظرية جديدة عن الاكتئاب والنقص المناعة سوري نقص الزاكرة ان فيه التهاب في الجسم فلازم احنا نعمل شوية تغيرات في الاكل الشديدة جدا الاول هنلعب رياضة ولازم نمنع الاكل المحفوظ تماما المعلبات البروسيس تفوت تمنعيه تماما عاوزك تاكلي الاكل اللي طالع من الطبيعة تمنعي كل الكيميكالز اللي في البيت تماما عارفة كل الحاجات اللي بيجيبها منظفات غريبة وبتاع انت ينظفي بالمية والخل والحاجات الطبيعية امنعي عارفة عاوز ارجعك كده ل اربعة الاف سنة ورا الانسان كان بيأكل من الطبيعة ما فيش مواد كميائية كتير لان في نظريات جديدة في ناس حساسة جدا للمواد الكيميائية اللي حوالي وحساسة جدا للاكل وانواع الاكل انا هقول لك لازم تاكلي بنسميها بالعربي هتبقى او خلاب الانجليش هتاكلي نيتشر تو تيبل او اللي هي فارم تو تيبل اللي هو الحاجة زي ما طالع من المزرعة كده هاخدها اتعلبت وبتاع اعرفت حتى فيها مواد وحافظة ودي هتعمل حالة في الجسم مش هتخليكي هتخلي وظائف الجسم كلها مش هتبقى متزبطة الزاكرة مش متزبطة القلب مش متزبط اي بعد الشهر ممكن بعد عمر ييجي جلطة في القلب يحصل حاجات غريبة فنبعد عن كل المواد الحافظة ونبعد عن كل تاني الكعدة فارم تو تيبل اللي هي من المزرعة التفاحة مش لازم تتعمل ابل سوس وتعصير وتتعلب واخدها اخدها تفاحة كده ويريد تاكل ارجانيك ده عارف الاخل ارجانيك اغلى شوية بس احنا ممكن نبقى بنتفسح رحلة لمكسيكو ولا معرفش نيويورك دايما بتروح فين يعني تتفسح رحلة تكلفك 3000 دولار في السنة وفر الرحلة دي ويقلب اكلك كله ارجانيك احسن بكتير والبيض واللحم والحاجات دي تاني حاجة قلل الريد ميت دي قللها بتتعب بعض الناس فنقللها مش نمنعها تمام ممكن نقللها مرة واحدة ركز على اسماك اكتر طب هتقول ليه فيه فيتامينات الفيتامينات نفس اللي انا قلت المرة لازم اخد برو بايوتك لازم اخد اوميجا ثري لازم اخد فيتامين دي لازم اخد فيتامين بي كومبلكس ثلاث مرات في الاسبوع بالنسبة لل الحاجات بقى جينيكو بليوبا وال 5 اتش تي بي والحاجات دي عاوز نجربها نجربها فيه حاجات كتير موجودة في السوق بمكتوب عليها بتحسن الزاكرة انا بص الحاجة اخديها شهر زودت كملي ما زودتش امناعيها طب اخد ايه وماخدش ايه وبتاع زي ما قلت المرة فات تبص على اليوتيوب هتلاقيني عامل حلقتين الحلقتين دول للاخ او الاخت اللي تكلم على الزاكرة لازم تفرج على الحلقتين دول حلقة اسمها طيب حلقة اسمها detoxify your diet and clean your environment في حلقة على اليوتيوب اكتبي اسمي وبعدين اكتبي detoxify your diet and clean your environment بقول كل فيها فهتلاقيني بقول فيها النصايح بالضبط تاكلي ايه وما تاكليش ايه وما هتقول لي الحاجات اللي انت بتقولها دي الدكتور ما قاليش عليها ليه ولا حد ما هو الحاجات دي جديدة انا عاد تزاكر كدير في الاكل عشان اعرف ايه الناس تاكل ايه ما تاكل كتير مش كل دكتور يبقى عنده وقت او هيبقى انترستد في الطريق ده من الطب في ناس تانية وما في دكتور اسمه functional doctor بيدرس حاجات تانية بيبقوا عارفين ايه الاخ اللي يتاكل وايه اللي حاجة كمان حلقة اسمها supplement for mental health هتجديني اعمل حلقة الفيتامينات اللي انا اخدها عشان احسن الزاكرة وحسن النوم وحسن الكلام ده كله برضو لازم الدكتور بتاعك يتأكد انه ما فيش اكتئاب وقلق لو في اكتئاب اعراض اكتئاب خليه يعملك في حاجات assessment سريعة كده يععملها يعرف في اكتئاب ولا لانه زي ما قلتلك اكتئاب والقلق ممكن يعملوا حاجة اسمها pseudodementia ومجرد انه اعالج الاكتئاب والقلق تلاقي الزاكرة رجعت كويس ممكن يا دكتور البيتامينات زي ما قلت في الحلقة في اليوتيوب هتلاقوا supplement for mental health دي مسجلها كنت مسجلها في العيادة اللي عينين ياخدوا ايه وما ياخدوش ايه وحتى كاتب اسم الشركات البيتامينات دي ممكن تبقى مضروبة لانها مش عليها يعني مش عارف الهيلس سيستر ايه والهيلس كندا والحاجات دي مش بيعملوا جامد على الناس اللي بتطلع الحاجات دي فانا حتى اقيل في الحلقة ايه الشركات اللي تضمنها تشتري منها بدلا ما تروح لانه مليون شرك في حد بيسأل افضل علاج للتخسيس بص يعني حتى هذه الاسرع حاجة شفتها للتخسيس وسط الناس الكيتوجينيك دايت الكيتو دايت بس لازم فيه ثلاث حاجات تعملها مع كيتو دايت دا لانه فيه ساعات بي يموت لازم وبيجيب امساك الكيتو دا فيه أب تتحط كده على الموبايل اسمها كارب مانجر اكتبها اه دي أسهل الطرق يعني الاب دي هتنزل لونها أخضر كده هتقول لون عاوز اعمل كيتو دايت هياخد وزنك وياخد كل حاجة ويمشي معاك بقى يساعدك الاب 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 الاسم هتساعدك في كل حاجة كل ما تقول الأكل هتضفها حلو دا ايه الكيتو دا 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 عليه دا دا بيحسن حتى من الزكرة ويحسن من المنتل هيلث لدرجة ان انا بتريت استخدمه مع المدمنين بالذات اللي بقى عندهم مشاكل في الأكل لقيتهم الإدمان بيقل تماما لانها بتقلل الكريفن بتخليك أروأ كده وهتنام أحسن فكرته ببساطة انت هتقلل الكاربوهيدريت اللي هي السكريات تماما وتعلي الدهون فهتخش في حاجة اسمها كيتوزيس والكيتوزيس دي هتحرق الدهون اللي عندك طيب اعمل الكيتو لانه حاجة جديدة ما نعرفش اللونج تير يعني بتاعتها ايه فاعمله لفترة لغاية ما تخس بعد كده علي السكريات شوية طيب انا طول ما انت ماشي عليه بقى انت لازم تاكل فايبرز كتير اللي هي لو لقيت تشتري حاجة اسمها ميتاميوسيل اللي هي فايبر عشان هيجيلك امساك لازم تاخد مالتي فيتامينز على الاقل 3 مرات في الاسبوع المالتي فيتامينز اللي فيها مالتي مينرالز يعني مش بس فيتامينات بس ومعادن كمان لان لقوا ان ممكن انسان طبعا بس في ناس ماتت منه لان قلة عندهم السلينيام وقلة عندهم الزينك الركومنديشن الموجودة دلوقتي ان انت لازم تزود الفايبرز وتاكل حاجات ورقية خضرة كتيرة جدا يعني السبانخ واللتس والحاجات الورقية الخضرة دي تاكل بس تبقى عامل يعني زي فهم المعزة في الفارم كده نازل تاكل 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 طول النهار والليل ولازم تاخد مالتي فيتامينز على اقل ثلاث مرات في الاسبوع ولازم تشرب ميا كتير لان ممكن يجي لك هيحسن جدا الناس اللي عندهم متابوليك سندروم بيتحسنوا جدا متابوليك سندروم دي يعني ضغطه عالي كرش كبير كوليسترول عالي فانا برجحه بس برضو ياريت بتكلم البرايمري دوكتور بتاعك عشان كل تلاث شهوري يعملك شوية تحليل كده يتأكن الدنيا سليمة وهكذا فيها سئلة تانية كانت عبشات في الاول برضو كانت طيب اللي هو في الاول خالص في البداية انه وصلت نسح من عندي هنا في واحد بععتلي في البرايفت ازاي اتجنب الاوبسسيف كومبالسيف دي اه هو ده في اتباع في الزرط في كم برضو بعضهم كم سؤال تانية الناس بتسأل ايه اللي هو بيخسل ايده عشرين مرة يعني بيبقى في حاجة بيعملها كتير جدا ومرتاح شغل ما يعملها وساعات بيبقى معها وساوس برضو يعني مثلا يتشكل الفرن تسوي حاجة في الفرن ويقعد يفتح الفرن يتأكد انه قفله مثلا عشرين مرة هتقول لي يا ارنا ده كل شوية راح اطلع نام وانزل ابص على الفرن وبعد يطلع انا قفلته لأ اه عملتها مرتين ماشي بس مش تلاتين اربعين مرة او ممكن يخسل ايده تتهري من الغسيل لانه مقتنع انه في بكتيريا في بكتيريا في بكتيريا بص للموضوع الشديد انت محتاج تروح تتكلم مع سايكايترست الفرق ما بين سايكايترست ده اللي هيعالجك بالكلام زي ما انا بتكلم كده سايكايترست ده الراجل اللي هيكتب دواء غالبا انت بتحتاج تشوف الاثنين لو الحالة جديدة ومضايقك مش هتعرف تتخلص بها لوحدك لازم حد يتابع معاك هيستخدم برضو علاج معرفي السلوكي وساعات العلاج المعرفي السلوكي ده لوحده مش هينفع وهنتطر نحط دواء طيب وهنمشي بقى بالدواء والحياة تقول لها لا وما لو كمان انت ما بتكبر في السن الوساوس وال 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 الكمبالشنس دي اللي هي الافعال القهرية دي بتقلم على السن يعني فيه اهتمالية بعد ما نكبر شو في السن تلاقي الاعراض خفت شو اللي ممكن تبقى شديدة جدا ولازم يعني محتاج مش كلمتين هقولهم دلوقتي بس هنرجع تاني فيه علاج دوائي علاج نفسي علاج اجتماعي وعلاج روحي دول هنحطهم وهنأكد يعني ببساطة كده انت ممكن تروح للبرايمري دكتور بتاعك قوله يبعثك او هو لو هو البرايمري دكتور شاطر ممكن هو يبدأ لك علاج العلاج هو نفس علاج الالأبنت مضاد للاكتئاب بجراءات عالية شوية اكتر من الاكتئاب بجراء عالية شوية بتلاقي الوساوس دي قلت وكمان بتروح تشوف كونسلور ده بيعلمك طرق ازاي تقلل مثلا لو واحد عنده للتنظيف يقول له ايه لأ هننظف اليوم تلاتين الحمام بتاعك كده ومترح تخسل ايدك ده يعني المهم مش عاوز ارعبكو يلمس الحمام ويخسلش ايده ايه اللي انت بتقوله ده يعني المهم في طرق معينة عشان هنتغلب على الوساوس وفي تتعلمها ازاي تشتت نفسك وفي طريق بالأكسبتنس يعني الناس اللي عندها وسواس كهري دي ساعات يجي لهم افكار كده غريبة يعني افكار مثلا ربنا ما بيفهمش او ساعات بقى شتيمة يعني ساعات بيبقى ربنا كذا وشتيمة بقى كبيرة كده والفكرة انها تلح ومش مصدقها وعارف انه غلط بس الفكرة عمالة تيجي 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 وربنا وحش ونفترض انه يجي له فكرة ربنا وحش اوكي تقوم فيه اكسبت فيه طريقة في الاخسبت طب ربنا وحش وحش يلا يبقى بدأ منت مخك عمالة يجيب الفكرة دي اقبل الفكرة ساعات مما تقبلها تقوم الفكرة من جيش تاني يعني مش اخش ده كده بنخش في علاج تفاصيل زيادة بس احنا عاوز اعرفك ان فيه طرق بالعلاج النفسي والكاونسلينج ممكن تريح مع العلاج الدوائي كمان انا افضل العلاج دي طريقة بتاعت انا ان بين العلاج النفسي بحط الدواء رقم اثنين وسترن كونتري زي نورس امريكا وبيحطوا الدواء مع العلاج النفسي على طول يبدأوا مع بعض انا يعني الوضع السيء جدا لدرجة ان انت حياتك شغلك تأثر عائلتك متأثرة خطبتك وخطبتك ثابتك بسبب الوسواس الكهري لو نعمل العلاج النفسي والعلاج الدوائي في نفس وقت دي حاجة تبقى كويس اي تاني السؤال وانا مش شايف عندي فيش حاجتين لو اعتقدت واحد كاتب عندي مشكلة في تعلق اللغة رغم ان شطرة في حاجات كتير وكل فترة بسبب اللغة واحد شطر اوي زكي وتلاقي اللغة مش قادر يتعلم يعني درجة معينة تعلم لغة تانية او تالتة او ربع او خمسة دي كدرات عقلية عمنا زي البيس بس كده في واحد هتلاقي مولود عضلات هو كبير الواحد بس مجرد يلعب شوية حديد كده تلاقي عضلات كبر وابقى عمل زي بص هيركليز وواحد عمال يعني يهري في نفسه مفيش عضلاته مبتكبرش لان هو ده اخر او انا مش عاوز احبتك ولا احبتك اللي بيسأل احنا هنرجع لنفس السيرينيتي بريير هعمل اللي علي او او رب اديني الكوة والشجاعة اننا اعمل اللي علي لغاية لغاية ما هوصل لخط معين مش اقدر اعديه خلص مش لازم اعديه هو وصلت ده هستخدمه وخلص يعني وفيه دكترا كتير مهندسين كتير وناس كتير اللغة يعني مش الهو واو وما هيش يعني الاكسنت والكلام يعني اصحيح فيه شغل يعني انا ما بقاش اللغة بتاعتي محدودة وهطلع في الس ان اعاوز ابقى مزيع ما انا ما اتشغل دماري برضو بس هلاقي يعني الناس بتفهمني وانا بفهمهم كده الى حد ما هتلاقي اغلب الشغلانات بتمشي يعني انا بكلمك انا مش الانجليزي بتاع يعني واو بتاع فيه شعاد انجليزي يعني بخبط كده شمال ويمين وبعالج النفس نفسيا وعندي الاعينين 99% منهم اجان واحد في المية عرب او اثنين في المية والانجليزي مش قوي يعني بس هو طريقتي واهتمامي بي هوم واقول لك على حاجة بقى عشان برضو ما تقديش ان انا عندي بيشوفوني مختلف فيحسوا ان انا مختلف اكيد هجيب حاجة مختلفة اكيد هقول حاجة غير الكنديين او الناس التانية او هبقى اكيد مختلف فمش دايما نقطة الضعف بتطلع ضعف ساعات نقطة الضعف هي نقطة قوة بس في مكان معين فانا مش بقول ما حسنش نحسن ونقبل اهم حاجة وانا بحقق هدف خلال ما انا بحقق الهدف ده اعتبر نفسي تحفى فنية اثناء تحقيق الهدف مش تحفى يعني تحفى فنية ان ان في اي خطوة وانا بقى جايب اثنين من عشرة انا تحفى اثنين من عشرة مفيش احسن مني لو هموت وانا اثنين من عشرة حلو بردو تمام عملت علي طلعت خمسة من العشرة انا تحفى فنية وانا خمسة من عشرة عملنا عشرة من عشرة من وما عملناش وزيزة منها خمسة من الخمسة من الآخر هنموت مفيش حتى اللغة هنسبها على الأرض الجسم العنين البيسيبس العضلة هنسبها كله هيتساب ما نوترش بس نفسنا بس بيقول كده يبقى باسف بقى وتراجع والدكتور بيقول يا عم كله رايح واحنا جايين للأرض بدون حاجة وهنمشي من الأرض دي بدون حاجة والحياة دي مالهاش لازمة لا انت في كل واحد ليه potentiality potentiality يعني potential احققه في واحد هيبقى هو دوره انه هو يكون اب وبس في واحد هيبقى دوره انه هو مهندس بس في واحد هيبقى دوره كشير بس في واحد هيبقى دوره راهب بس وفي واحد هيبقى دوره ده وبس يعني بتاع كمبيوتر بس خادم بس كلهم زي بعض كلهم زي بعض ما فيش فرق طول ما انت بتغدم اللي حواليك بحب ايا كان نوع الخدمة ايا كان الخدمة دي دايريكت ولا ان دايريكت نفترض انت دورك هتغذي بالك من ابنك نفترض انت كنت مديرة الشؤون الاجتماعية في الهيئة الدبلوماسية في مصر جتي هنا امريكا بقى دورك ان بس تغذي بالك من ولادك وفيش اكتر من كده جوزك اللي شغل وانت عادة في البيت والهيبة راحت والمركز راحت مش مهم رب دوري ايه دلوقتي رب العيال خلاص العيال بقى هي تكمل تبقى كويسة بقى وتعمل اللي تعمله وتبقى مهندس اللي هيبقى كشير اللي هيبقى مش يشتغل بعمل اللي علي وخلاص لان انت مهما كان ايا كان الدور هتسيبيه حتى العيال يعني برضو مش هكرارك في العيال العيال هتسيبيهم او هم هيسبوكي يعني الدور اللي انت بتعمليه اعملي التاني زي ما كان ابونا بيقول الشجرة هتكلمك والترابيزة هتكلمك وانت هتلاقي هتفتئن في حاجة حتى وحاجة دي مؤلمة بس انت تلاقي زي ما يكون هي قاعدة مستنياك قاعد فيها مبسوط كنت انا رئيس هيئة معينة دلوقتي بقيت اب وحصلي لي اوف وقاعد مع الولاد بس نفترض حد خطفني وحطني في الجزيرة وسبني ولعل راحت ولا مش عارفة من فين وبعدين لقيت نفسي في الجزيرة دي في عيال ما بتتكلمش وفي ناس غريبة في الجزيرة جزيرة كده لوحدها تحس الناس جاي من العصر الحجري تقعد معاهم خلاص دي الحياة الجديدة اهلا وسهلا خلاص نقعد معاهم ارجع عليك عامل مشروع جز هند بعد سنة ارجع عليك في الجزيرة دي اعمل لي مشروع جز هند وبتعلم العيال واحد زايد واحد باثنين واثنين زايد باثنين باربعة وببدأ زي ما يكون بنبدأ من تحت يعني احنا كده بنتبق مفيش خلاص هي الحياة خطفوني ربنا يسمحهم ايا كانوا ممين حطوني بقى في الجزيرة خلاص انشر سلامة ومحبة في هذه الجزيرة خدوني رجعوني حطوني شالوا ترامب وحطوني بادل ترامب وانا الرئيس انشر المحبة واشتغل الناس هاجد على بعض ودربوا في بعض امريكا بزد بسبب نزلوني تاني اوكي بقيت قاعد في البيت مع الولاد بغير و بأكل العيال والعيال عمالة تتفف وشي جميل بردو وهكذا والحياة كده طب وفي الآخر كله رايح في بعض الناس بتضحك جميل قوي احنا هنخش في بطل بكل بطل وقبض الريح بالزبط يا فون دي لازم في البيت بطل البطيل بتاع حياتك لازم تفتكرها طول الوقت ومش بقول الكلام ده يعني انا بقى الاستاذ اللي بعمل يعني الكلام ده انا بحاول فيه زي زيكم بالزبط ان مكنش اقل لان ساعة بتبقى باريار ما بينك وما بين البراكتس ساعة من كتر ما تتكلم لانا بس عمالة تتكلم بس مش بتعمل مش عرص حد يحس ايه او او يا هلت تلاقي بقى يعني بحارب زيكم واسوأ يعني اسوأ من اسوأ واحد فيكم ومش توضى ولا حاجة لان انا ساعات التدريس الحاجة كتير يخليك تمنع ان انت هتبراكتس الحاجة وتلاقي واحد معندوش الخلفية العلمية كلها ويبراكتس احسن مني مليون مرة وبشوفها دايما مع العينين يعني مع الناس اللي بتعمل معهم فكلنا بنحاول وكل واحد ليه دور وما فيش دور احسن من التاني كلهم زي بعض وما فيش حدثة بتحصل في حياة احسن من حدثة تانية لان في الاخر هنيجي بقلم اللي هو بيمسح ده وكله هيتمسح يعني اقصد يعني كله هتسيبه كله يعني وممكن نحطها يعني تحت بند شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا نسوع المسيح لله والقاب يعني نشكر ربنا اللي احنا فيه ونعمل البست that we can do with what we have ويعني نقبل نفسنا ونقبل الوضع اللي احنا فيه ونحاول نستغل التقاط والوزنات ربنا دهالنا لمجد اسمه على قد ما نقدر ولو نقدر نحسن وضعنا ونقدر نخلي نتقدم لازم فيه مجالات هنبرع فيها يعني كل واحد ربنا ما يدينه مجال معين ممكن يبرع فيه بس يبقى بيعملها وهو فرحان مش وهو بالدايق أو يعني مثلا ما تحققش أمله في حاجة معينة لك ربنا فتح له سكة تانية لازم يكون عنده المرونة في الحياة يقدر يتعامل ويتعايش مع المواقف وحسب ما الحياة بتبديله فرص يتعامل معها لنسعت كتير البش البني آدم انه وحاطت في مخه حاجة معينة ويفضل مصمم على الحاجة دي يعني واحد مثلا قدامه حيطة يقول لا أنا لازم عدم الحيطة يعمل الواحد يبدل مصمم على حاجة لكن ممكن يكون عندنا مرونة في الحياة نقدر يعني نتعايش مع المواقف والأوضاع اللي احنا بنمر بيها عشان دي بتخلي حياتنا حتى يعني أسهل وأبسط وأحلى بذل الواحد ما يبقى مشبس بحاجة ومتمسك بيها ورافض أي فكرة تانية وأي طريقة تانية طولنا عليك دكتور سهرنا طبعا بس احنا يعني عايزين نسيبك بصراحة ومش عارف إذا كان إن أستاذ محب عنده حد تاني ولا يعني دكتور نعم بسلام وإلى مرات كثيرة قادمة إن شاء الله يعني وإلى رايقكم ما أكام شاء سهركم وقت من كده طولنا عليكم وطولنا على دكتور سهرة جميلة خالص احنا فرحلين قوي قوي الله يخليك الممسوط إن أنا أكون معاكم نهار شكرا شكرا يا حبيبي شكرا يا حبيبي شكرا يا حبيبي ربنا يبارك فيك وطبعا نفرح حاولا ما تكون موجود وشوف كم الأسئلة وكم الأستفسارات وكم فيعني المقولة يعني أعبر إلينا وأعنا دي مقولة صديقة يعني فلا تفت علينا يعني إن كنت كل شوية كده تعبر إلينا وتعيدنا يعني وتساعدنا في التساؤلات والحاجات في الأحلام المر ديها في الوقت الله يخليك يبوننا مشان سايبون لما أنا جيت أمريكا لما كنت فوق راجي أمريكا الأول جيت قعدت معاك أول لما وصلت وبعدين قلت لي إيه أنت دكتور قلت لك آه قلت لي طب بقى خد اسم الدكتور ده هيساعدك عاوز شقة قلت لك فوق راسي لمدة شورو أنتوا استقبلتوني أنا في أي وقت أنتوا عايزيني أنا تحت أمركم مش بس مع حضرتك بس أبونا نتونس مع الكل كده يعني مستقبلنا كلنا زي مستقبل حضرتك العفو العفو أبو ده أنت البركة يا حبيبا يعني أبونا سحق ده شاي للدنيا كلها عيش عبو العفو عفو عفو ربنا يخليكم لنا يا أبا ويديمك حالكم يا رب مذكرك دكتور نادر بجرد من القلب يعني مذكرك أنا مش عاجباني حكاية الـ virtual hug دي أنا عايز real hug في الكورونا طايم ده مش نفع فصللنا الكورونا طايم ده يعني عشان نرجع تاني لreal hug دي يعني ربنا يخليك لي نخبير ونذكركم جميعا ونذكر محبتك ونذكر أبونا سحاء بكرا بكرا إن شاء الله عيد دهول ربنا يسوع المسيح أرض مصر كل سلام تطايمين عيد من العياد السيئلية الصغيرة وطبعا كنا زمان نقول عايزين نشوفكم كلكم في الأدسات وفي الكنيسة شواء مش هدين أقولها معلش سبحون اللي جاءت لما ربنا يفتح الأواب للكل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله باركنا في السلام باركنا في السلام خيرا يا رب جعلنا مصرحين أقول شكريا بانا الذي في السماوات تقدس اسمك لأتي ملكوتك فاكل من شئتك كما في السماء كذلك عالله خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر الله نزل ربنا كما نحفر نحفر الله المنزلين علينا ولا تتخلنا في تقربة كنجية من الشرير بالمسيح سواء ربنا لأن لك المرق والكوة والبريد والأبد وحبت الله لأبناء ربنا ربنا وإلها وخلص نسيح الشركة وهمت عطيت نحق وستخدم مع جميعكم كونوا بسلام سلام من ربكم وجميعكم وإحفاظكم اشتركوا في القناة